موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من منشت خليني كده أبدأ مع حضراتكم كل سنة وحضراتكم طيبين دي أول حلقة لينا بعد أجازة عيد الأطحى للمبارك ربنا يعيدوا على حضراتكم بكل الخير والصحة والسعادة والبركة هيبقى موعدنا الجديدة بإذن الله بداية من هذا الإسبوع الأربع والخميس والجمعة الساعة 11 بالليل لمدة ساعتين يعني إن حاول بقدر الإمكان نتواصل مع حضراتكم وننجز ما يمكن إنجازه في سبيل يعني نحن نطور حياتنا للأفضل نطور وضعنا للأفضل نحيط حضراتكم بكل ما ينبغي أو بكل ما يتاح لنا أحاطات والحضراتكم في هذا الإطار وبالتالي إحنا كل جهدنا وكل همنا في الأول والآخر إنه نكون عند حصن الضم يعني المسألة في الأول والآخر بتبقى نسبية في فكرة الرضا من يعني في رضا كامل في رضا نص النص في رضا شوية في رضا فالبلوغ الرضا الكامل عند المشاهدين ده أمر في منتهى الصعوبة لكن في الأول والآخر فكرة الرضا في حد ذاتها فكرة الثقة في حد ذاتها فكرة التبادل الإحترام والتقدير من جانبنا لحضراتكم ومن عند حضراتكم اللي عندنا فده الهدف الأساسي زي ما طول عمرنا بنتعامل مع حضراتكم في هذا الإطار أنا الحقيقة أو مجموعة العمل أو مجموعة العمل وأنا يعني كلنا يعني احترام وتقدير ليكم وبالتالي بنفذل أقصى ما يمكن عمله زي ما قالوا حضراتكم كده لإظهار حاجات حلوة في مصر أنا كل اللي أنا مشغول به إنه في حاجات عايزة ننور عليها ننور بيها نجيبها لحضراتكم كده بصورة مصررة كده ولحضراتكم دلاء اللي موجود إحنا في التقارير الخارجية اللي الحمد لله رب العالمين عملنا فيها شوت كويس وحققنا فيها وضع كويس في الفترة اللي فاتت في السنة اللي فاتت من أول ما بدأنا من 3 مارس عشرين اتنين وعشرين لحد قبل العيد الحمد لله رب العالمين يعني التوفيق كان بجانب كبير جدا معنا فإحنا في نفس الإطار نفس الإطار مستمرين يعني نقول لحضراتكم ما يكونش فكرة الخارج دي أنا والزملائي والله بنبقى وقفين على حين من أول الإسبوع لحد قبل الحلقة بساعات نقفين على حين ايه الأفضل إن احنا نقدمه لحضراتكم ممكن الأفضل من وجهة نظر حضراتكم ممكن ما يكونش متاح هذا الإسبوع يكون بتاع الإسبوع اللي جاي وبتاع الإسبوع اللي بعدين لكن المتاح لنا إحنا بنقدمه لحضراتكم بكل احترام النهاردة إنه المفروض النهاردة الأربع والمفروض إنه يعني طالما الحاجة مش حدثية قوي المفروض إن المزيع بيروق بقى حالو طول اليوم عشان عنده بالليل هوى والهوى من حضراتكم يعني الدقيقة قدام حضراتكم مسألة صعبة جدا يعني إنه الوعد يعني هوع وبتتكلم للناس فمسؤولية عظيمة جدا 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 وبالذاتهم تتكلم في قناة محترمة وقناة مؤثرة وبتشتغل مع الشركة المتحدة يعني من الآخر يعني بنكون بتشتغل مع الشركة المتحدة فأنت عليك واجبات مهمة جدا لإنه الشركة بتتعامل مع المسألة دي وفق آليات محددة في هذا الإطار رحنا النهاردة الصبح قمنا كده حوالي الساعة خمسة ونص توجهنا إلى واحدة من الكرة المهمة جدا قرية اسمها نهطاي في مركز زفتة محافظة الغربية أو القرية نموزاجية في موضوع حياة كريمة ممكن حضرتك تقولي حياة كريمة إحنا يعني إيه خلاص عرفنا الموضوع رايح فين وجايم لا لا معرفناش لإنه النهاردة إحنا شفنا حاجة جديدة حاجة مختلفة برضو ممكن تقارير ستة وعشرين تقرير تلفزيوني اتعاملوا عن نهطاي حضرتك معلش تعال على التقرير سبع وعشرين اللي هو عنا عملناه إحنا ما بنقولش إنه ستة وعشرين وحشين لا اللي أنا أقصده إنه ستة وعشرين يتعاملوا بطريقة كل واحد طريقته تعالوا شوفوا بقى إيه طريقة منشط في هذا الإطار إحنا بنتعامل مع الأمر بكل شفافية وبنتعامل مع الأمر بحيث إن إحنا نحط إدينا على النقاط المضيئة أو النقاط المضيئة في هذا الإطار المجموعة اللي إنتوا شايفينها دي كلها ده النهاردة بالصدفة بالصدفة أنا بقول تاني بالصدفة إحنا لإنه الموضوع إحنا خلصنا مبارح بالليل يعني إحنا زميلي إبراهيم الطيب وزميلي محمد سامي وزميلي عبدالعليم إبراهيم وزميلي سالم عامر موجدين فبلغوني مبارح إنه خلاص ده إحنا طالعين بكرة يا أخوانا طب مش تقولولي قبلها مسا بيوب أو يم عليش هو حصل النهاردة فهنطلع بكرة بقى فإحنا رايحين وإحنا عارفين إنه ممكن بنلاقيش حد في المدرسة كتير لا روحنا لقينا المدرسة النموذجية المهمة جدا في نهطاي ودي مدرسة من مدارس النموذجية على مستوى الجمهورية في موضوع حياة كريمة في موضوع حياة كريمة أفضل أقول على حياة كريمة دي إنه واحدة من أفضل البرامج ومن أفضل الأفكار اللي اتعاملت في الفترة طبعا الموتسيكل حضراتكم شايفينه طوله وجابر بيخترع ألا ما بيخترعش الموتسيكل اللي إحنا راكبينه ده جاب حوالي مئة قرية الموتسيكل اللي كان مع الأخ عبدالقادر ده وإحنا هو نراكب قال الموتسيكل ده لف مئة قرية ليه بقى ألف في موتسيكل ده ليه بقى ألف في مئة قرية لأنه القرى كانت متكسرة ما كانش فيه طرق ما كانش فيه أي عوامل من عوامل الجذب إنك تخليك تمشي بعربية فما كانش ينفع اللي حاكتني أنا آسف يعني إنك يبقى فيه معك ماشي حمار يعني حتى العاجل ما كنتش تقدر تمشيها الحاجة الوحيدة اللي هي التوك توك أو الموتسيكل فإحنا الموتسيكل ده عرفت إنه هو من ألفين وتسعة عشر لحد النهار ده قادي دي القاعدة بقى للستوديو اللي إحنا بنتكلم عليها في الإطار ده ده استوديو الغيط عليش إحنا نينينا مسميات كده وده الموتسيكل اسمه متسيكل كده لدرجة رحلة طالبنا بحاجات لطيفة يوم الجمعة بإذن الله تسمعوا دي المكتبة اللي حضراتكم شايفينها الطلبة بتروح أو الولاد والبنات بيروحوا تقريبا مرتين في الإسبوع كان من حظنا إنه الأربع بيروحوا دايما في هذا الإطار إنه إحنا اتكلمنا معاهم قالوا لا إحنا ممكن نرتب هذا الإطار فخلاص بقينا الأربع خلاص الأولاد بيجوا السبت والأربع كل أسبوع هذه السيدة المكلفة بمهام عظيمة جدا الأستاذ جهان مكلفة بمهام كبيرة جدا دي طبعا إحنا أنا لعبت معهم موات شكورة وجدت جنف العمدة بتاع القرية وطبعا كل ذلك الشباب فيه اللي بيسموها الآلية اللي من خلالها بنكتشف مواهب دول خلي بالحضراتكم ما أتكلم في القرية دول مواهب في الغنى مواهب في المزيكة ده الناس اللي بيتكلموا عن الجانب النفسي إزاي أواعي الولد والبنت من مخاطر التحرش إزاي أواعي الولد والبنت من مخاطر الاعتماد على الموبايل والاعتماد على السوشيال ميديا في كل حاجة إزاي أواعي الولد والبنت من مخاطر الزواج بالنسبة للقاصرات خلي بالحضراتكم أنا بتكلم في القضايا في منتقى الأهمية هل الموضوع ده يحتاج عامل نفسي مهم جدا فيها زلتها فيه طفلة صغيرة كتجاية مع والدتها النهاردة بتحاول بكادة يمكن والدتها تحطها في المود بتاع عملت محور صغير كده المود دقيقتين بس حاجة عظمة يعني اللي أنا بتكلم على حضراتكم فيه ده فاكرين الدلتة ومدارس الدلتة والمدارس الصناعية اللي احنا روحناها مش كده إبراهيم المدارس الصناعية اللي احنا روحناها وهو لآخره كنا الطفلة اسمها سارقة لو عندوك صورة هاتو طبعا أنا أول ما روحت قالولي فيه لبس خاصة بحياة كريمة اللي هو الفيست اللي موجود ده فطبعا شيء مهم جدا إنك انت تبقى يعني تتقمص بقى وتخش في الإطار لكن الفكرة جميلة وعظيمة لما احنا روحنا تحنوب في الأليوبية هتلاقوا تحنوب أليوبية وروحنا في المعصرة في المينيا اللي راح سيادة الرئيس وكان في نفس اليوم اللي روحنا فيه كان سيادة الرئيس موجود وخلص مهامه في هذا الإطار ورجع القاهرة ويكون راحنا روحنا في روحنا غطينا مع الأهالي وشوفنا الأهالي وابقضينا احنا عندنا يعني أرجع لأنه كنت متحمس جدا لقرية المعصرة في المينيا إنه قرية المعصرة نموذج من نمازج حياة كريمة هنا في قرية نهطاي بقول لحضراتكم إنه فيه نموذج آخر من نمازج حياة كريمة في هذا الإطار حياة كريمة اللي بدأت 2019 سيادة الرئيس أطلقها وأطلقها مبادرة في 2019 وغطت المبادرة في المرحلة الأولى بتاعتها حوالي 4500 قرية بإجمال 175 مركز في 22 محافظة تاني أولي الأرقام دي احنا بنتكلم على مبادرة حياة كريمة انطلقت في يناير 2019 اطلقها سيادة الرئيس في هذا الإطار غطت المبادرة دي في المرحلة الأولى حوالي 4500 قرية بإجمال 175 مركز في 22 محافظة في 22 محافظة احنا عندنا عرض المحافظات حضراتكم عرفينهم كواهة 27 محافظة ديني خمس محافظات الباقين إن شاء الله بإذن الله يتغط في المرحلة طيب القرية نهطاي إيه أخبارها قرية نهطاي في محافظة الغربية ودي أول قرية نموذجية خلي بالحضراتكم من الوصفة بتاع قرية نهطاي أول قرية نموذجية متكاملة في محافظة الغربية طيب هل هي الدكتورة المحترمة الدكتورة زينب سامي منسق مبادرة حياة كريمة في الغربية بشكرك يا فندم احنا تعبنا حضرتك معنا النهاردة وما تعبنا الأستاذة جهان رئيس الإدارة التعليمية في مركز زفتة تعبنا النهاردة معنا فالحقيقة أستاذة جهان صابر وكل المسؤولين اللي احنا وحضرة العمدة وكل الناس اللي موجودين وعبدالقادر فايد وأحمد عشباوي والمتطوعين اللي هناك وكانت معنا سلمة عامر زملتنا ويعني سلمة عامر بقت خبيرة دلوقتي في الخارج يا أستاذ براهيم والنبي ببو خلي بالكم من الحتة دي يا سامي النبي سامي بقى يبقى اعتمدوا عليها في الخارج الحلو ده إن شاء الله فإحنا بنحاول بكادة كان زبونت حضرتكوا كده إن إحنا بنوصل لمرحلة متكاملة من أو مرحلة بلاش متكاملة مرحلة ده الحتة دي إحنا قصدنا كلنا على فكرة المعلمات الرائدات اللي على الإيد كل حضراتكم اليمين ديول اللي هما لابسين لبسوا متشابه دول دي المسؤولين بتوع التربية النفسية دول اللي هما بيعالجوا المشاكل اللي بتقابل الطالب أو الطالب فهنا سألتهم إحنا كان عندنا زمان كان عندنا أخصاء اجتماعي كان أستاذ علي هلال كان من كفر العرب مركز متغمر الله يرحمه رحمة المساعة إذا كان متأة والله يدول الصحة إذا كان عايش فيه بقى حضراتكم على الشاشة كده عندنا أربع أو تلت شاشات الشاشة الأولى الأماكن اللي احنا رحناها زي بقول لحضراتكم كده طبعا تحت هنا طحنوب في الأليوبية اللي فوق طحنوب هي موجودة هي واحدة طب الأسرة وهو لآخره طحنوب وتحتيها قرية المعصرة اللي افتتاح السيادة الرئيس وراح فيها وفيه نهطاي طبعا ده نائب محافظة الشرقية كان معانا في في محافظة في الحسانية في الشرقية وشوفنا وشوفنا الدكتور أحمد عبد المواطي وشوفنا الوضع كما ينبغي أن يكون لكن نهطاي الحقيقة جزء كبير جدا من التكامل اللي موجود في الحياة كريمة الدكتورة زينب سامي عبدالقادر فايد أنا ما أتكلمكم عن اللي احنا قابلناهم أستاذ أحمد عشماوي هؤلاء دول تلت زملاء بتقودهم السيدة أو بتقود الوضع هناك السيدة أو الدكتورة زينب اللي أنا بحقيها بتحقيها كبيرة جدا ده شغل المدارس اللي احنا رحنا النهاردة ده مجامع الخدمات ده البريد الحقيقة فيه جزء كبير جدا من حياة كريمة الناس مجرد أن هي بتسمع حياة كريمة دلوقتي فهي ربما مش حاجة تسمع التفاصيل لا التفاصيل أعمق بكتير جدا من مجرد أن أنا أقول المبادرة التفاصيل مكلفة جدا التفاصيل يعني عليها عملية انفاق ضخمة جدا يعني المرحلة الأولى تقريبا داخلة أو هتعدي تريليون جنيه تريليون جنيه كان مخصص لها ستمائة مليون ستمائة مليار جنيه عدت دلوقتي تريليون جنيه ده في الشرقية زي ما أقول لحضراتكم الإخوة ده في الشرقية في الحسانية ولو روحنا بقى في العرض اللي أنا أقول لحضراتكم عليه لأربعة تلاف و خمسمائة قرية بإجمالي مئة خمسة و سبعين مركز باتنين وعشرين محافظة هنلاقي شغلة هيل جدا جدا في هذا الإطار إحنا روحنا دي طحنوب دي المية الشرقية طحنوب دي الشرقية الحسانية دي الحسانية برضو دي المية بتاعة الصرف الصحي وعملية ودي بتاقيالي للنهاردة صح جدا ده الإخيوة برضو عموما ده جزء كبير جدا من معلش يعني ممكن حضرتك برضو تقول احنا ما بنلمسه ده لا حضرتك لو نزلت المكان اللي بتعمل فيه هذا المشروع هتلمسه جدا احنا وزفتنا ان احنا نقول لحضرتك والله المكان ده بيبذل فيه مجهود ضخم جدا لازم حضرتك تشيبه في هذا الإطار يعني المواطن اللي عايش النهاردة النهاردة وانا قاعد معهم في الستوديو بتاع الغير ده بيتكلم بصوا حضرتكم يعني بصوا انتوا شوفوا الحياة كريمة في المينيا لو رحتوا المعصرة هتلاقوا شكل تاني خالص خالص هذا الرجل اللي انا قابلته بابتكلم معاه وابتكلم قال لي احنا احنا كنا واصبحنا ما كناش عايشين الحقيقة في الإطار اللي احنا كنا متخللين ده دلوقتي لأ بقت الموضوع مختلف جدا جدا وانا يعني معجب جدا بفكرة حياة كريمة يعني حياة كريمة اه لما حضرتك مش حاسس بيها لا يعني المجاري حضرتك انت بتلاقي النهار ده حتى قالوا لي قالوا لي احنا كنا عشان ننتقل من بيت لبيت في المطرة كان بيبقى صعب جدا فكل واحد يلزم بيته لحد بالمطرة تخلص خالص وممكن نقعد يقوم في البيت وده الكلام اللي قالوا لي برضو واحد من اهالي قرية طحنوب لما رحنا له وقلنا له انت حاسس بهذا هذا هو قلب العكس انا بشعر يعني امتنان كبير جدا بشعر بجودي كبير جدا اتعمل في هذا الاطار ويعني لا يسعني اللي انا اشكر الدولة انها مهتمية بالريف اذا من يشعر بحياة كريمة هو من مر بالتجربة حضرتك عشان تحكم على التجربة اسأل من مر بالتجربة من طبقت عليه التجربة لكن الموضوع انك انت مجرد انت عشان حياة كريمة ما جاتش عندك فلا ده ما عارفش حياة كريمة لا قادل قال هو خالد منسي جاه زكى خالد لا عم خالد حبيبنا عم خالد حبيب لا خالد كان معايا خالد منسي كان معايا في نهطاي والزملاء كلهم بشكرهم شكرا جزيل وان شاء الله نقول اسمائهم يوم الجمعة بإذن الله دي الدكتورة زينب ده الاستوديو الاستوديو بتاع التحت او خالص حياة كريمة في الغربية ده استوديو وجابونا فيه دوره وقالينا دوره وكاننا دوره وكانت حاجة عظيمة جدا الحقيقة يوم مرهق يوم مرهق لكن عظيم في عز الحر لكن كفاية الناس اللي موجودة الأجمل كمان ان احنا ننقل لحضراتكم صورة من صور اللي احنا بنقول عليها فيها حاجات حلوة بلدنا فيها حاجات حلوة بلدنا فيها حاجات عظيمة بلدنا فيها حاجات مقدرة بلدنا فيها مش ضوء نور واحد فيها الحقيقة شغل جبار بيتم على أرض الواقع زي ما قلت لحضرتك طالما مش بطبق عليك فانت رفضه لا طالما مش بطبق عليك فانت مش عايز تشهد مش عايز تقول ممكن أخوك يكون في القرية اللي طبق عليها هذا الأمر بقولك ان احنا لا انت حايز المسألة تيجي عندك انت لا انا بقول لحضرتك بمنتهى الأمانة احنا بننقل لحضرتك ده وربنا يعلم انه احنا صادقين في هذا الأمر وان احنا بننقل لحضرتك كمشاهد كل اللي بيحصل على أرض الواقع بننقل لحضرتك دون تزيف فكرة الوعي اللي موجودة عندنا يا رب يا رب توصل لحضرتكم في هذا الإطار لانه ده اللي بيحصل التريليون جنيه اللي تصرفوا في المرحلة الأولى ما ينفعش انه ما يكونش عند حضرتكم فكرة التريليون جنيه اللي راحوا فيه وفي الاربعة تلف وخمسمائة قرية اللي احنا عندنا قرية ونجع وعزبة وكفور عندنا حوالي خمسة وتلاتين ألف قرية ونجع وكفر وعزبة عندنا حوالي خمسة وتلاتين ألف عرضوا الكرة حوالي أربعة تلاف خمسمائة سبعة واربعين عرضوا الكرة بس يندرج بقى تحتهم توابع بقى فكل التقدير والاحترام للناس في الغربية دكتورة زينب سامي وكل العاملين معاه السيد محافظة الغربية وكل المسؤولين معاه في هذا الإطار فدكتور طريق رحمي فبشكركم يفدم شكر جزيل سيادة الرئيس هذا المشروع مسدد حضرتك لي مهمة جدا وستظل مهمة جدا في هذا الإطار وفيك زي الموضوع الصحة كده زي ما احنا حضرتك بطلع مبادرات صحية في هذا الإطار ومبادرات رئاسية حياة كريبة برضو في هذا الأمر وأعتقد أنه فيه نقط مضيئة جدا أو نقط مضيئة جدا في حياة كريمة تسترعي وتستدعي أنه احنا نصال حضرتك في هذا الإطار طيب في حاجة يعني عجباني خلينا كده بهدوء نشوفها لأنه ده مرتبط برضو بتغير يحدث في المجتمع تغير يحدث في المجتمع والركز بصورة كده يعني بيسموها يعني عابرة على الحاجات اللي هتتعرض على الشاشة إيه بقى الموضوع أوائل شاهدات الدبلومات الفنية عشرين ثلاثة عشرين طبعا الخبر ده الخبر ده حضراتكم بتسمعوه كتير بقى أنا عشرات السنين إيه عم جابر أنت جايب لي أول الشاهدات الدبلومات هنعمل بي لا ده فيه تغير فيه تغير عظيم في هذا الأمر لأنه التعليم الفني عندنا قلنا سيدة الرئيس لما اجتمع بالبسؤولين في هذا الأمر وقل لهم أنا عايز تغيير في عملية التعليم الفني من سنة 2017 سنة رئيس طالب هذا الأمر من بدأنا من 2018 2019 وصنة 2023 احنا عندنا حوالي ستة أو خمسة وتمانين في المية من المناهج بتاعة الدبلومات الفنية اتغيرت اتمسحت شنناها خالص ففيه تغيير خمسة وتمانين في المية من تركيبة الطالب اللي عايز يدرس التعليم الفني في مصر ايه اللي حصل اللي حصل انه حضراتكم لما تشوفوا النتائج التعليم الفني هتيجي تلاقوا اول شهرات الدبلومات الفنية اول شهرات خلي بقى حضراتكم بقى التعليم الصناعي شوفوا البنات البنات ألطاف الكائنات صحي كده استاذة سعاد حسني والاستاذ كمان الطويل والاستاذ استاذ صلاح جاين البنات البنات ألطاف الكائنات غنيات الميزات وهكذا البنات اكتسحنا يعني التسعة وعشرين خلي بالحضراتكم التسعة وعشرين طالب التسعة وعشرين الاوائل في الدبلومات الفنية منهم اتنين وعشرين بنت او اتنين وعشرين طالبة او اتنين وعشرين من اخواتنا خلي بالحضراتكم بقى الموضوع مش كده لا الطالبة نادى السيد عطية عطية عبد الجواد بص خلي بالحضراتكم التخصص بتاعها ايه ناخد بقىنا من المسألة دي التخصصها نقل وتوزيع التاق القهربائي خلي بالحضراتكم بس من الموضوع اصلا ما المسألة تبشيش كده لا احنا بنقف عند نقط مهمة قوي اختنا نادى او بنتنا نادى ايه التخصص بتاعها نقل وتوزيع التاق القهربائي فين يا نادى انت انت متخرجة من اين من مدرسة السويس الفنية المتقدمة الصناعية ايه ده ايه ده ايه ده فاطمة الزهراء حاتم كده اه 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 لا مش عندي مش عندي فاطمة الزهراء اه فاطمة الزهراء دي المركز الاول في التعليم والتدريب المزدود فين فاطمة الزهراء دي حتشوفوها دلوقتي حتشوفوها دلوقتي او هتسمعها دلوقتي لانه فاطمة من اللي بيسموهم ايه من الطالبات اللي هيساهمنا في تغيير فكرة الطالب والطالبة وبالذات الطالبات في الاهتمام او الدخول او التحق والتعليم الفني فاطمة ايه بقى الحاصلة على المركز الاول في التعليم والتدريب المزدود تكنولوجيا الصناعات الحيوية يا ست فاطمة الو ازايك الحمد لله ازاي حمد الف 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 مبروك الله يزالك الف الف مبروك المهم انت انت الاول من الحي الاول المجورة لخمسة مدينة بادر مش كده اه مصر التكنولوجيا للصناعات الحيوية السنوية الفنية للتعليم والتدريب المزدود التخصص فني تكنولوجيا الصناعات الحيوية ممكن يا فاطمة بالراحة كده انت انت يعني معلش انت ممكن تريحي نفسك مش كده وممكن تخصي تخصص اه يعني في متناول ايدك وتغديه وتتوكله على الله وبابا يبقى مبسوط بيك برضه وماما يبقى مبسوطة بيك اخواتك مبسوطين بيك وخلاص ايه اللي خلاك تخصي هذا التخصص الغريب اللي ممكن حد يقولك هو فيه بنت تلتحك بأسي التخصصات في مصر انا بتكلم في مصر وفي التعليم الفني ايه اللي خلاك تختار التخصص ده اه اول حالة حالة تقولك اريح نفسي انا حاجة بيحب تريح نفسه فده كان اصبت حلو انه هو ان انا اجري وارد حاجة لم يكن تريحني ممتاز اه انا بحب العلوم وبحب البيولوزي فلما لقيت تكنولوجيا حيوية يعني بايو تكنولوجي اقدر استخدم الكائنات الحية بان انا اعمل منها منتجات تجيب البسارية تمام وانا اتعلم التكنيات دي طبعا دي حاجة يعني ك اه سداني جدا وخلتني شغوفة جدا اكتر من كنت ما انا بحب البيولوزي من قبل كده مم اه فبعدين اه بدأت ان انا اقرى عن المدرسة بتاعتي وعن المجال وحسست ان هو فعلا ملائم جدا ليا مم ومفيش حالة مع ولد يشتغل في حاجة معينة ايوة ايوة الله ينهور عليك الله ينهور عليك نحنظر لله كن كلنا كلنا بل 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 نفس التبديل كلنا اقد بعض وسوا يعني المدرسة صراحة ما اصدرتش معانا في اي حاجة اه لما حدش كان بيه خال علينا باي معلومة لا ولد ولا بنت ما كانش في اي تقصير نحياتنا فما ظنش قبل ان فيه فرق بين البلد وبين البنت وخصوصا التعليم الفني كلنا بندرس نفس الحاجة اه بندرس نفس الحاجة وبنساعد بعض كمان يعني انت كنت جايبة كم في الاعداد يا فطر انا كنت جايبة 95 وكثور يعني حوالي 96 يعني كمون كنت تخش السنوي عام حضرك انا اطلا كنت السنوي عام وحولت طب لا براحة بقى يعني انت كنت ايه حولت منقول السنوي مثلا ولا حولت ايه انا كنت في قولة سنوي اه عام عايزي بس انا كنت يعني تعرض قبل عربي كنت طول حياتي استجريري بابعت كل حاجة بالانجليزي اه اه لما والدتي اتفاحت علي منروح نحول في عربي هيرقى اسهل هبقى لي مجموع اكبر اه هتكون كلية احسن ايوه اه خلاص قصرها لحضرك شايفة مم ونقالتني كلا كان اسوأ حاجة حصارتني في حياتي ما كنتش فهمة اي حاجة درجاتي كتبخشة جدا مم كنت كذا على المواد اللي هي كنت بالانجليزي اه اكتر علشان اعرف احسن نفسي فيها حلو نسيب على الجغرافيا والتاريخ وكنت قربت على الانتحانات حلو يعني موضوع التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج وانه فيه ممكن تروحي جامعة اهلية بعد كده بالتخصص في هذا الاطار ممكن تخشي جامعة فيه الجامعات التكنولوجية اللي موجودة في مصر وان شاء الله باذن الله تبقى اكتر بكتير من الموجود انت نوا بقى تروحي فين بعد المركز المتقدم اللي انت عملتي ده انا كان طموحي جدا ان انا مش كان لا طموحك ايه على طول انت على راسنا لازم طموحك يتحقق انت عايزة تروحي فين اول حاجة انا عايزة اقبل صيد رئيس عبدالفتاح سيسي بابايا وبابوانا كلنا نمسي الجدا قبله من كل اللي قال لي الحاجة نمسي ادخل كلية علوم لانه البيتكنولوجيا مقصص من كلية علوم اه اكتوصا جامعة عين شامس انا بحبها اه فذلك اه طموحي من الاول ما انا دخلت المدرسة ان انا اكمل ام بحثة كبيرة ان شاء الله دايما انت كانت بكترتي بيساعدوني ان انا اتقصقي بمستوي العلمي والاكاديمي 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 بنحيث ان انا مساكون باقي طيب هو فيه مشكلة فاطمة ان انت تقدم في كلية علوم جامعة عين شمس للأسف اه طبعا فيه مشكلة كبيرة اه ايه بقى المشكلة فيها يعني اه الديني بس فكرة ما بيسمعش ان انا اقدم في اه الكلية دي لانها مش هتنزلك التنسير ومش نزلك التنسير فبالتالي القانون ما بيسمعش ده مع ان انا مستغرارة طب الجامعات التكنولوجية مش فيه جامعات ممكن اه اه يعني اه يعني بيقوله بلولد تتلقفك يعني بيعني تبارك ان انت متميزة في هذا الايطار وممكن لو رعت الجامعة التكنولوجية تحقق نجاح اكبر بكتير من الجامعات العادية الجامعات التكنولوجية بس ده لما درسته ثلاث سنين انا بدرس حياتي علاقة بكلية العلوم يعني حرام كل ده يروح هضر لما يكون خارج السنوية العامة هي روح ده يكون متح له كلية العلوم بايتكنولوجي بكيميا وفيزيا وانا كنت درسة وكل ده يروح هضر عشان القانون مش تمح يبدأ لا انا متأكد انه مش هروح هضر خالص يا فاطر يعني انت ما شاء الله طلع الاولى وانت كنت في سنوي وبعدين حولت من سنوي للمدارس تاع التعليم وتدريب المزدوج وحصلت على المركز الاول وانا متأكد ان انت لو رحت جامعة تكنولوجية متخصصة اكتر في هذا الاطار يمكن تحقق النجاح المطلوبية بس خلينا والله نتابع معاك ان شاء الله باذن الله خلال الايام الجاية ونشوف الدنيا ايه ولو في ايدينا حاجة نعملها انا يعني من العندي قبل العندي يا فاطر انا ببارك ليكي وببارك لممتك وببارك لباباكي واخواتك وربنا يا ربي يوفائك بجد يعني انا مبسوط بك جدا بنت من بناتنا واختي من اخواتنا وربنا يا ربي يوفائك في الفترة الجاية باذن الله في عمر محمد حمدي المركز الاول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بين كسين كده مدرسة العرب واخدين بالكم يعني حاجة محمود العرب عامل المدرسة اسمها المدارس التكنولوجيا التطبيقية اللي احنا رحنا اللي رحنا رحنا وروحنا مع حضراتكم قبل كده في بانها وروحنا ايجيبت جولد وروحنا بتاع السيارات وكنا في الامسي امسي في اللي هي في صالحية جديدة رحنا برضو وقعدنا مع الناس هناك وشوفنا الدنيا ما شوفت سيد كريم غبور كان هو المعنى بالامر وازاي الطلبة بيتم تطويرهم في هذا الاطار احنا بنتكلم على الشراكة لما بين الدولة ما بين القطاع الخاص في هذا الامر بنتكلم على نيتا بتتكلم على رجل اعمال او بتتكلم على مجتمع رجال اعمال المتعاون مع الدولة في هذا الامر بكل شفافية بكل ترحاب بكل مستقبل التعليم في مصر كان محتاج تغيير جزري بالذات التعليم الفني في الفترة اللي في العشر خمسة وعشرين سنة اللي فاتوا يعني ان تأتي متأخرا خيرا من اللي ان تأتي ابدا فاحنا بنحاول بكادم جميعا في الثلاث سنين كدولة في الثلاث سنين اللي فاتوا الدنيا تتطور بقول لحضراتكم تاني مستقبل البلد في التعليم الفني بعد التطوير اللي حضراتكم بشايفينه ده في هذا الاطار عمر محمد حمد يا حبيبنا عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألف مبروك يا حبيب ألف ألف مبروك وحابة بوجه الشكر طبعا للودي والدتي وطبعا لهم الفضل بعد ربنا ولمدرسين في المدرسة وإدارة المدرسة وحابة بوجه الشكر لكل واحد سندني ودعمني والله ربنا يبارك فيك ربنا يبارك فيك ناوي بقى تعمل إيه في الإطار ده أنا عارف طبعا إنه مجموعة العربة إحنا كنا كلمناهم قبل جلها فقالوا إن إحنا بناخد كل خارجين من مدرسنا وبناخد كل الخارجين من الجامعات اللي إحنا بنتعامل معها جامعات التكنيشية اللي حنا بنتعامل معها وبيشتغلوا معنا على طول وبنهتم بهم وبنعملهم بعثات خارجية ومنح وأهو الأخ انت ناوي بقى تعمل اي في هذا الاطار هو ان شاء الله ناوي بازن الله كمل في اه اكمل ان شاء الله في اه لو متاح لي فرصة ان انا كامل في مصانع العربي بازن الله تمام اه 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 اكمل معهم وان شاء الله اكمل الجامعة التكنولوجية بازن الله اه اه في نفس المكان اه جامعة التكنولوجية اللي هي موجودة في جامعة الدلت نفس المجال لنا في بازن الله اه 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 يعني انت انت هتخش جامعة الدلت اللي موجودة في قويسنا مش كده بإذن الله نفس المجال لنا في تمام اللي هي التخصص بتاعك اللي هو التكنولوجيا تطبيقك ان شاء الله ميكاترونيكس انت هتخصص تكنولوجيا الكهرباء صح كده؟ اه طيب انت جايب كم في الاعدادية عمرك؟ كنت جايب 270 كم في المية؟ ما حسبتهاش صراحة يعني حوالي 96 95 درجة اه انت حوالي يعني نقول 94.5 واختارت برضو التعليم الفني ما دخلتش سنة اه مش كده؟ اه اه طيب ليه 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 اخترت التعليم الفني وقتها ما دخلتش ليه سنوي ممكن مامتق وبابا كل لك لا خلتش سنوي يا ابني يمكن تجيب طب يمكن تجيب هندسة يمكن تجيب كذا الفكر النمط السائد يعني والله انا كنت شايف اللي هي تغربة جديدة بتربط بسوء العمل تمام بتربط بسوء العمل من مناجل علمية بسوء العمل ان انا بخلص المدرسة تمام اه بيبقى متاح ليه فرصة ان انا اتعين في شركات العربي كويس او وفي نفس الوقت لو انا اه على رغبتي انا ادرس اه مع نفسي اه وطبعا ادارة المدارسة بتوفر لنا كل حاجة احنا عايزينها حلو اه انه يتكمل في مجموعة في المدارس بتاعتي العربي في جامعة التكنولوجية تلتحك بمجموعة العرب وتشتغل في ازا الاطار وحتشتغل وطبعا انت هتكمل تعليمك في جامعة الدلتا مش كده بإذن الله طيب انت يعني الحلم بتاعك عايز يصلي فيني عمر يعني انت حلمك عايز يصلي فيني والله انا حلمي ان شاء الله انا ملوش حدود انا دايما اطت هدف قدامي اللي انا اجيب اعلى حاجة بإذن الله وربنا طبعا بيوفى في الاول في الاول انا بشكر والدتك وبشكر والدك وبشكر اخواتك وبشكر مدرسينك وبشكرك انت بالذات يا عمر انك انت يعني وصلت لهذه المرحلة من انت عارف ان انت بتساعدنا كتير يا عمر وبتساعد الدولة كتير في هذا الاطار لان اللي بيسمعنا دلوقتي ممكن يكون ابنه او بنته عايز يخش سنوية عامة ام صمم يخش سنوية عامة وانا الوقت اللي اجيب السنوية العامة هو الاخر فدلوقتي لقى الامر اختلف خالصا فبشكرك شكرا جزيلا عمر شكرا جزيلا عمر وفاتمة الزهراء عمر محمد حمدي وفاتمة الزهراء حاتم دي مجرد نموذجين يعني معلش هرجع تاني للملف اللي زملائي الدهولي كده معلش حابب يعني برضو اقول لحضراتكم البنات بالذات فكرة هوصل لفين فكرة هوصل لفين نادى السيد انا قلت لحضراتكم اللي هي من السويس تخصصها نخل وتوزيع الطاقة القهربائية محمد عاطب فوزي محمد عباسية تخصصه تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي من البحيرة السنوية الفنية الصناعية بصوا لمدرسة بصوا اسم المدرسة بس نركز اسم المدرسة السنوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي بضمنهور يا مهار أبيض الأبي بقى هو قاعد يقول لابنه بقى يا ابني بعد التعب ده كله وانا انا عايزة شبك دكتور ولا مهندس تروح تدخلي المدرسة الفنية السنوية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي لما حد منقربك يسألني يا ابن أقوله ايه لا الفكن ده لازم يتغير لقينه ده واحد من الفنيين الكبار اللي هيمشوا في هذا الإطار انا متأكد ان محمد عاطب فوزي محمد عباسية من الاوائل في دبلوم في السنوية الفنية الصناعية نظام التلات سنوات نوعي سالة 2023 حيكون حاجة عظيمة في البلد وبعد خمس ست سنين او بعد عشر سنين نبقى مفاكر حضراتكم في هذا الإطار اسراء محمد اسماعيل عبد العظيم مرسي تخصصها ايه تركيبات ومعدات كهربائية من ابو حمص بسمة شوقي عبد الحميد السيدة بوزيد تخصصها ايه فن التركيبات الكهربائية من اين من قطاع البرود الله 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 بسمة محمود محمد يونس عبد العزيز تخصصها ايه فن التركيبات الكهربائية من قطاع البرود برضو انجي خالد البنات عاملين شوق او الله العظيم البنات عاملين شوق ما شاء الله ايه الحلاوة دي وايه الجمال ده وايه العظمة دي وايه التفكير الجميل ده ومش تفكير البنت كمان لا تفكير أسرتها أبوها واماها وإخوتها الوضع بيتغير أنا مبسوط جدا من الولاد اللي أنا بقرأ لحضراتكم ده تغيير نوعي في تفكير الأسرة المصرية بخصوص عملية التعليم في المرحلة في العشر سنة خمسة ده إحنا هنشوف والله وضع جميل جميل حياة كريمة محتاجة ده المراكز الصناعية المبادرات الرئاسية اللي في اللي طرده وأنا متأكد أنا بقول لحضراتكم والله وأنا متأكد سيد الرئيس طب ما يعرف الحاجات اللي زي دي رئيس وزراء ما يعرف الحاجات اللي زي دي الوزراء المعليين ما يعرف الحاجات اللي زي دي لازم الأمور دي يقعد النظر فيها لأن ده انقلاب في عملية التعليم في مصر حضراتك ما هتعدى علينا ومش هناخد بنا لكن المعدي بنات النهاردة 27 بنت ولا 29 بنت 29 من الأوائل أوائل التعليم الفني الصناعي يطلع منهم 22 بنت وتخصصات في الملابس الجهزة تخصصات في علياء عطية في تريكو تريكو قالي كان معانا فاطمة الزهراء فني تكنولوجيا الصناعات الحيوية كان معانا حد تاني عمر محمد اللي كان معانا برضو تكنولوجيا الكهرباء آية حمدي عيد محمد عيد تصنيع غزائي ومدينة التعاون مريم محمود حسن سليمان تصنيع غزائي نيرميل حسن سيد أحمد أسطلح أراضي وموامي لا 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 هاتوا نيرميل كده أون نبي لا هاتوا نيرميل دي كده نيرميل حسن سيد أحمد محمد أبو كحيل تخصصة إيه نيرميل استصلاح الأراضي والمكان الزراعية دي مهندسة ويصغيرة دي مهندسة على طول يصغيرة يعني ما شاء الله لازم تكمل لأنه ده تخصصة أهي قدام حضراء لا نيرميل نيرميل حسن سيد نيرميل نيرميل تخصصة استصلاح الأراضي والمكان الزراعي بقول لحضراتكم انقلاب في العملية التعليمية أو في فكر الأهالي من جانب يعني إنك تلاقي لابنك أو بنتك مكان محترم جداً في البلد فن صناعات غذائية عجائن ومخبوزات بسمالها عصام عبد المنصب أمنيها متولي إبراهيم عبداللاطيفة عصفورة فن معامل هدى أشرف صفية دين إبراهيم فن معامل هايد سامير إبراهيم دول الأوائل الأوائل اللي أنا بقوله معه الـ 29 الأوائل هايد سامير إبراهيم مصطبع فرج بستنى مش عارف يعني إيه بستنى بس تقريباً يعني خاصة بالجهزة الزراعية المهنية يعني خاصة بال اللي هو البستين والظهور وهو الأخر وأعتقد يعني عمر عطوى أحمر عبدالله تكنولوجيا الزراعة والري سندس محمود محمد زكي إدارة وتسويق وسوق أموال آية ضياء قطب الحفناوي إدارة محمد رزق سليمان علي محمد إدارة خلي بالحضراتكم نادى عبدالباقي أعمال عبدالباقي عبدالجليل فني سكرتير عبدالرحمن محمد محمد حسين فني عمليات مخازن لوجستيات ربيع أنور سيد جمعة العطيوي التسويق وأساليب عرض المنتجات خلي بالحضراتكم المدرسة معلش المدرسة احنا بنسمع عن المنتج ده أو المحلات دي بنروح كتير اسم المدرسة إيه؟ بيتك السنوية للتكنولوجيا التضيقية الدولة بتقول لحضرتك يا رجل الأعمال يلي تقدر تشارك وزارة التربية والتعليم بتقول لحضرتك تعال حط يدك في إيدي تعال عمر مدرسة تعال اعمل مدرسة بفكرك أنت تعال التخصص بتاعك حطه في المدرسة الفكري ده العربي السيد محمود العربي ربنا يرحمه رحمة موسعة قالوا أننا عايزين نعمل حاجة خاصة بها التخصص بتاعنا بالتقيفات تعالوا اعملوا مدرسة وعملوا جامعة الجامعة بتوع العربيات بتوع غبور في 6 أكتوبر تعالوا اعملوا السيد مونير غبور تعالوا اعملوا مدرسة راح مونير غبور راح عمل مدرسة والطلبة اللي عنده بيتخرجوا وبيصلحوا في فنيات العربيات وأول آخره نفس النظام برد في MCV اللي احنا في مدينة الصلحية ده احنا احنا يعني بقول لحضرتك تاني الانقلاب والله 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 تطور تطور نوعي في عملية التعليم في مصر حتىك ممكن تاخد المسألة وتعدى عليك كده لا ولازم نحن نهتم بده لازم نقول للأسرة المصرية الموضوع ما بقاش واقف على السنواء العامة ما بقاش واقف على ان انا ادخل ابنه طبه وهندسة خلاص تشبعنا والله تشبعنا فعلا ويخش اعلام ويخش خلاص خلاص يريت المدارس دي كانت على ايامي يريت والله انا كنت اعايز الحاجات النوعية دي انا راجل نوعي يعني كنت احب الحاجات النوعية دي لكن برضو كان نفس الفكر زغراته اولاد جابر جاب مدموعي دخلوا جامعة دخلوا سنوية العامة زغراته اولاد جابر هيطلع مش عارف ايه احنا بنقول ايه في هذا الاطار بنقول نفكر بقى صح نفكر بقى تفكير نوعي نعمل حملية تغيير في المنهج بتاع العيلة ما نقافش عند مسألة الواد البيت ما دخلوش سنوي اللي هيبوزه لا انا بقول لحضرتك احنا عندنا اسماء متارس غريبة بي تيك السنوية للتكنولوجيا التطبيقية ربيع انوار سي الجمع فيرينا اسامة اسكندر في نيبس الاغذية والمشروبات في مدرسة ايه بقى اسكندرية الفنية للشؤون الفندقية والخدمات الصحية العسكرية منا صبح محمد الديب مكاتب امامية واشراف بس التخصص بس التخصص مكاتب امامية واشراف داخلي رأس البر الفندقية العسكرية للخدمات الصناعية وعندي اخر اتنين في المجموعة ندى ايمن عشري العبد السيد فني طاهي وسنة السنوية الفندقية رأفة سعد مزيون سعد فني مطبخ الالمانية الفندقية الخاصة بالجهنة هاجر عادي لسعيد عبدالصادق اشراف داخلي ومناطق عامة الهرم الفندقية اخر واحد في هذا الاطار او اخر بنوتة في هذا الامر او اخر متفوقة ملك ياسر علي احمد ادارة وتشغيل مطاعم مدرسة الشهيد النقيب احمد حامد تعلب الفندقية للتقميجة الطبيب بمنتهى الحب ومنتهى الفخر ومنتهى الود اعودوا مع ولادكم وشوفوا ولادكم عايزين ايه ركزوا في الاختيارات في المرحلة الجاية النتيجة بتاعت الدبلومات الفنية السنة دي نتيجة ممكن يتعمل عليها دراسات عدة احنا ازاي الاسرة والطلبة وصلوا للمرحلة المتقدمة دي في عملية التغيير النوعي في التعديم فاصلوا ارجع الحضرات عدنا لحضراتكم موضوع تاني كده برضو هنتكلم فيه بالراحة بالراحة احنا لما روحنا لمركز العزيمة في المينيا وبكرر الموضوع ده كتير لما روحنا لمركز بندردش بقى مع النزلاء الموجودين في المركز وولد المتعافين واللي بيتم تأهلهم وتدربهم فهم الحقيقة كانوا بيتكلموا في فكرة المشكلة مش في البرنامج اللي هم مشين عليه المشكلة بعد ما يخلصوا البرنامج ويومشوا من هنا ايه اللي حصل وكل طبعا المسؤولين في هذا الإطار طبعا ووزارة التضامن وصندوق مكافحة الإدمان ووزارة الصحة الأمان العمل الصحة النفسية وعلاج الإدمان الحاجات العظيمة دي لازم ناخد بنا منها كويس جدا لأن المسؤولين في هذا الأمر محتاج انه يعني الحقيقة يتعامل مع نوعية مختلفة من المدمنين المدمن وعلى فكرة ناس كتير جداً كلمونا كلمونا أنا شخصياً برضو في الحتة انه هو عايز يعالج ابنه او عايز يعالج قريبه او عايز يعالج بس عايز يعالجه في مركز العظيم فعلاً بنعمل ايه خد رقم التليفون حضرتك بندي له رقم التليفون بتاع صندوق علاج ومكافحة الإدمان بيكلموا بيقولهم والله ابني او بنتي او اخويا او اختي او جاري او أولاً لا خليلاً أنا بتكلم هنا على على التضامن والإدمان بقى الأمانة العامة للصحة نفسية بقى في وزارة الصحة قالت لك لا ما فيه دور كبير جداً عندي في هذا الأمر ايه بقى هو بعد بقى ما يتعالج ويطلع فيه فترة كده من الفترات بتبقى حساسة جداً ممكن المتعافي يحصل له انتكاسة تاني ويرجع بقى للإدمان من أول وجديد بالبلد كده بقى يعني بن كوسين يضرب الفترة دي يا فندم ايه فترة الأعياد الأجهزات بتاعت الصيف الحاجات اللي زي دي راحت وزارة الصحة قالت لك لا ما أنا مش هقعد كده والولاد برضو بيحصل لهم لا أنا هعمل حملة اسمها تقدر من غيرها للمتعافين من الإدمان عملوا بقى للمدمنين دول أو للمتعافين من الإدمان تعالوا لي أو أنا روح لكم تعالوا أقول لكم لازم نشغل نفسنا في الأمر ده عمل لهم بقى كورة بالعب دوري كورة ده المتعافين من الإدمان عشان أشغلهم عن إنهم بقى إيه يرجعوا لأصدقاء السوق ويرجعوا بقى في المنزلات زي ما حضرتكم كده الأعياد والآخر وخلينا نروح للدكتورة منين عبد المقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة هي يعني حتقل لنا بالزبط إن المفروض نعمله في هذا الإطار لأن الموضوع في غاية الأهمية عند اللي عنده مدمن أو اللي عنده مدمن وتعافى أو اللي عنده مدمن وتعافى وخايف عليه فالدكتورة منين عبد المقصود هتقول لنا هذا الأمر برحب بك يا دكتورة إزاي حضرتك يا فاندك أهلا سهلا إزاي حضرتك ربنا يخليك يا فاندك ربنا يخليك تقدر من غيرها وده للسنة الخامسة على التوالي أي حققنا نجاح في الأربح سنين اللي فاتوا نكمل في السنة الخامسة الحقيقة الحقيقة بقت مناسبة بينتظروها المتعافين من العيد للعيد لأنه الحقيقة احنا زي ما حضرتك تفضلت بنركز على المواسم اللي ممكن يكون فيها زيادة في عرض المواد الوحشة والمؤذية على الشباب من المروجي المخدرات وغيرها فاحنا بنركز على الوقت اللي فعلا الولاد محتاجين فيه حماية وبيعمل لهم برنامج حماية داخل مستشفياتنا والناس بقتعارفة موعدنا وبيجوا يقضوا الأعياد معنا تحت حماية في بيئة متطمنين أنها ما يدخل لها أي مواد وحضرتك بتكلميني الشاشة قدام حضرتك لأسف لأ طيب في بعض الأنشطة الموسيقية بعض دول المتعافين فعلا من الإدمان حضرتك حضرتك بقى بتوصلينه مش زي لا الناس دي مواصبة معنا على المستشفيات على برمج الرعاية النهارية مش معنى أن خرج من المستشفى أن علاقة انتقطع بنا يستمر معنا وبيتابع وبيطمن على إعادة تأهيل ودمجه في المجتمع تاني لأن الحقيقة الأسس العلمية في التعامل مع مرض الإدمان بتؤكد على أهمية إعادة التأهيل وإعادة الدمج إن مش معنى المريض الإدمان دخل المستشفى وخرج منها يبقى الموضوع إنتهى لا بالعكس لازم يفضل مواظب ويفضل مستمر في علاجه وتمتابع مع المشرفين بتوعه ويبقى مستمرين دايما إن هو ماشي على نفس القوانين ويبقى معاهم وبيفطفط لعهم دي صلة علاجية منتظمة ممتد هم مواعيد آه مواعيد الأعياد هم عارفين كويس قوي إن المستشفىات مبتوحة لهم فالدروي يقيموا فيها بيبقى فيه أنشطة رياضية أنشطة فنية ممكن يبقى فيه حفلات شاوي ممكن يبقى فيه أوقات ظريفة بيتكلموا فيها مع بعض ممكن جلسات علاجية لو حد محتاج بياخدوا الخدمة كاملة لغاية ما تعدي الوقت بتاع ما يسمى بالارتباط الشرطي مع تنم المخدرات آه عشان آه يقدروا يهم يعدوا الأزمة دي من غير أي آه انتكاسة لقدر الله وأكيد الأهالي بيبقوا مبسوطين جدا من التعاون ده أو من العلاقة دي أو من المتابعة دي طبعا يا فندم هم من ضمن العلاج الثلوكي للمريض بيبقى كمان علاج آه أسري آه الأسرة بتبقى عارفة كويس المشاكل اللي تسببت في الإدمان آه وبنتعلم مع بعض نتفادها ونحمي المريض منها حضرتك الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة أيوة فندم ايه النصيحة اللي توجيها لأسرة عندها مدمن أو مدمنة وخايف أو الآن من إنه يودي ابنه في مكان ما أو إنه يودي ابنه يتعالج خايف بيبنكو سين كده من الفضيحة يعني ايه اللي ممكن يعمله نتلاشة فكرة الفضيحة ونتلاشة يعني يبقى الموضوع في سرية تامة وحضرتك آآ يعني النصح والإرشاد في هذا الأمر مطلوب طبعا يعني هو العلاج المتوفر من خلال وزارة الصحة والسكان لمرضى الإدمان علاج بيتوفر بشكل مجاني ما بيتفعوش فيه تقريبا فلوس أو بتبقى بمبالغ رمزية تأمينية وبترجع لهم والحاجة التانية المهمة جدا اللي حضرك أشارت إنه سري إنه مفيش أي حد يقدر ياخد معلومة عن اسم المريض ولا هويته ولا بيشتغل ولا سكن فيه ولا أي معلومة من الكلام ده خالص ممكن تطلع من المستشفى بالإضافة إلى أنه من أوائل المراحل اللي مهمة عشان المريض يبتدي يتعالج من مرضه بيقضي على ما يسمى بالإنكار والإنكار الحقيقة مشكلة عند المريض نفسه أنا مش عينه على حاجة أنا لو حبيت مش عايز يصدق إنه مدن وبيبقى موجود عند أهل وكمان إما يهوله إما يهونه إما يقوله ده موضوع بسيط ويقدر يخلص منه بسرعة إما أنه دي مصيبة كبيرة ومش هنعرف نخلص منه خالص فالحقيقة زبطة إن الناس تبقى متوازنة بين الأمور وتتدي تتخلص من إنكار وإنها تلجأ للعلم لأنه الحقيقة يعني محدش يقدر ينكر وكل العالم بيتكلم وكل المصادر العلمية بتقول إن الإدمان مرض الإدمان ليس ظاهرة اجتماعية الإدمان مرض ولو أساس بيولوجي ولو علاقة بالصحة العامة ولو علاقة وإحنا في مستشفاتنا على ذلك الحالة بالمناسبة إحنا مش بنعالج المريض بس من الإدمان إحنا في مستشفاتنا نعالجه مثلا من فيروسات لو عنده مرض فيروسي بنعلمه مكتب لو المدمن عنده أمراض تاني أمراض فيروسية بأي أنواع بيتايتس بيها بيتايتس تي هيوصل لحضراتكم من خلال رقم سري رقم معلن رقم الخط الساخن دو كام يا فندم 16 32 8 16 32 8 لو المدمن لو حد عنده حد مدمن أسر عندها مدمن وعايزين يعالجوه بالنسبة لوزارة الصحة 16 3 28 بالظبط بيتصل ب 16 3 28 في سرية تامة جدا جدا صح كده فندم هيوجهوا الأقرب مستشفى لي أيوة هيقولوله وسائل علاج اللي ممكن ابنه يتعالج بيها إن شاء الله طيب هل في مشكلة أنه مثلا لو التحق بالمستشفى وخرج منها بمزاجه من غير ما يكمل العلاج هل في مشكلة أنه يرجع تاني معظم الناس اللي بتدخل المستشفى بتدخل في البرنامج احنا بندخلها وهي ما يسمى بالمعنى أنه هم عندهم دافعية للعلاج رقم لو أنا دخلته غصبا عنه وهو مش عايز يتعالج ممكن جدا يقع مني ومعرفش فالتر عليه لكن هم معظمهم بمعندهم دافعية ولا وبسيطة للعلاج فالحقيقة معظم الناس بتكمل البرنامج العلاج عايز أقول أكثر من 60% لـ 70% بيكملوا برنامجه من العلاج للآخر فالحمد لله احنا مش مدينة بذي ما قلت حك برضو فكرة أن احنا عاملين الكلام ده على أسس علمية سليمة وعلى مراجع دولية مش اكتهاد صخصي يعني بيخلي الأمور ماشية بشكل منظم إلى حد كبير والحمد لله انا طيب كويس طيب نصيحتك بقى للأسرة نصيحتي للأسرة أن هم يتخلوا عن الإنكار ويبدأوا فورا لأن كل يوم ابنهم بيتعرض فيه للمشاكل الإدمان بيخسروا خلايا مخه بيخسروا صحته بيخسروا حياته والأحسن أن احنا نبدأ فورا في العلاج لأن العلاج جاي جاي لو الموت من قاعد كم سنة يا فندم من غير ما يتعالج بيبقى ما فيش أمل في علاجه هل ده متاح؟ والله يا فندم أي مرض نفسي الحقيقة بالذات الأمراض النفسية أي مرض نفسي لما بنتأخر في علاجه بيبقى أسوأ لكن الحقيقة الاكتشاف المبكر والعلاج المبكر بيوفر على المريض كثير جدا من صحته النفسية وصحته البدنية ومن فلوسه طبعا كمان ومن حياته الاجتماعية بيحسن أموره بشكل عام فكل ما نبتدي بدري كل ما يبقى أحسن سؤال أخير إحنا عندنا خريطة يعني معرفش السؤال ده هل ممكن لي إجابة ولا لا يعني كم مدمن في البلد عندنا عندنا يا فندم إحنا عملنا البحث ده مرتين مرة سبب ألفين وعشرين وبنجهز دلوقتي للبحث الثالث إن شاء الله عشان يبقى عندنا يعني إحنا الحقيقة مصر لاحقت بركب الدول المتقدمة فإنها بيعندها بحث دولي كل أربع سنين بنعمل بحث بنحدث دي الأرقام يعني مش عيب إن أنا أقول إن عندي كم كذا مدمن كم فرض مدمن في التقريب كام عندنا كذا اتنين وتسعة من عشرة في المية اتنين وتسعة من عشرة في المية من الشعب المصري اتنين وتسعة من عشرة في المية عندهم إياه فندم بيعانوا من مرض الإدمان بيعانوا من مرض الإدمان أي آه يعني اتنين وحضرتك حضرتك يا دكتورة حكم تخصصك شايف إن ده النسبة مش كبيرة لا بالنسبة للدول الأخرى نحن النسبة مش كبيرة الحقيقة يعني بالنسبة للدول الأخرى إحنا كويسين أوه لا ما هنمش كويسين أوه إحنا عزيني بما فيش آه صف عايزة أقول إننا ما نعتبرش من الدول المرتفعة آه في نسبة الإدمان يعني إحنا تقريبا في حدود آه يعني مثلا آه آه يعني في لا 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 كل الترتيب دلوقتي وكل آه وكل الأمنيات دلوقتي إن اتنين وتسعة من عشرة في المية دول يبقوا واحد في المية آه أقل من واحد في المية آه عايزين نقلل طبق تبدأ ده 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 ميزة تانية فأحسس طحة إنها مش بس بتركز على نسب المرض آه بتركز كمان على آآ توفر العلاج فإحنا الخريطة اللي عندنا كمان مش بس بتقول لنا عدد المرضى عدد المرضى الإدمان في كل محافظة هي كمان بتقول لنا عدد المراكز اللي بتعالج في كل محافظة آآ 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 خططنا عشان نتوسع يعني وعند حضرتك بردو المحافظة الأكثر آآ آآ اللي فيها المواطنين أكثر إدماناً لان نسبة تعاطي آآ 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 محافظة أنه يا إخوانا ما بقاش المسألة عايزة تلاصم ولا بقى المسألة عايزة أن أنا أكتم ولا بقى المسألة عايزة أن أنا أضيع الله ينور على حضرتك لأ يعني أنا حدك بتتكلمي بكل الشفافية وده شيء محترم جدا يا إخوانا اللي اتصلوا ب16-23-28 لو حد عنده مدمن والعلاج مجاني فلوس رمزية جدا 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 والدولة يعني أعتقد في مبالغ ضخمة جدا بتنفق في هذا الإطار أو في هذا المجال لمساعدة ولادهم هم يتعافوا في هذا الأمر ربنا خليك دكتورة شكرا جزيلا الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة اللي قالت الدكتورة منن في منتهى الأهمية في منتهى الأهمية لأن حضرتك ممكن أنت حفظة الباحة الأحمر رقم واحد في المدمنين طب هل معنى كده إجمال العرض المدمنين 2.9% لكن عندي إيه بقى؟ عندي قوة وإرادة وعزيمة جبارة جدا في إننا 2.9% دول يقلوا الواحد في المية يقلوا لما تحت الواحد في المية بعند الصفر وأنا متأكد في ظل الإمكانيات الموجودة ديوقتي وفي ظل الرغبة الموجودة ديوقتي وفي ظل اللي بتقوم بيه وزارة الصحة من جهة ووزارة التضامن من جهة الأخرى وكل المؤسسات المعنيها في هذا البلد إن شاء الله بإذن الله أنا متأكد إن احنا نوصل لمستوى متقدم جدا عن دول كتيرة جدا في علاج أولادنا وعلاج بناتنا وعلاج مواطنين من الإدمان في هذا الأمر إن الموضوع ده خطير جدا جدا يعني فكل الشكر والتقدير لوزارة الصحة وكل الجهات المعنية في هذا الأمر طيب المرصد الإعلامي الجمرقي قول إنه فيه منشور حظر الاستيراد كاذب تماما وغير صحيح على الإطلاق فيه منشور كان تم تدوله من شوية زي ما أنت حضر لكم كده شائعات بتقول تدول منشور تعليمات منصوب لرئيس مصطحة الجمارك على مواقع التواصل الاجتماعي يحظر استيراد عرض من السلع لمدة 3 شهور وزارة المالية قالت إنه غير صحيح ونؤكد أنها صحة للمشور المتداول ومنسوب كذبة للجريدة الرسمية التي لا تنشر أي معلومات أي منشور تعليمات وزارة التجارة والصناعة قالت غير صحيح ونؤكد عدم صدور أي قرارات جريدة بحظر الاستيراد وتيب الوزارتان بالمواطنين عدم الإنسياق وراء تلك الأكاذيب مع استفاء المعلومات أو استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة في هذا الأمر ده بيان صادر عن مجلس الوزراء بالمركز المعلومات بتخذ القرار ده بيؤكد لحضراتكم إنه وأنا مبسوط جدا من المركز الإعلامي في الحقيقة في رئيس مجلس الوزراء إنه بتابع هذا الأمر مهم جدا لأنه للأسف 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 إنه كتير جدا من السوشيال ميديا للأسف انساقوا وراء الخبر وكل عمال يضرب وكل عمال يهبد وكل عمال وكلام في منتال الغرابة ومحدش عايز ينتظر أو يشوف أو يطلع على الحقيقة ولو جي تكذيب وتكذب وبتاقي الناس برضو تقول لك لا ما هو يا جدعي ما هو لازم الأمر برضو ناخد بالنا في هذا الإطار يعني المرسط بيقول إن إصدار قرارات حذر الإصيرات ليست من اختصاص مصطحة الجماريك بل من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة اللي أكدت يعني مش مصطحة الجماريك كمان اللي نافت لا وزارة التجارة والصناعة قالت إحنا ما عندناش أي قرار في هذا الإطار وما نسب إلينا كذبا وما نسب في الجريدة الرسمية كذبا والمواطنين لازم يستقوا معلوماتهم من المصادر الرسمية والمتخصصة وعدم الإنسياق وراء هذه الشائعات التي تهدف إثارة البلبلة وعدم تدولها بمواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يساعدوا في نشرها في هذا الإطار أرجوكم ناخد بالنا في هذا الأمر ولا ننساق وراء الشائعات ولا ننساق وراء كل كلمة بتتقال لازم مش كل حاجة كده نروح بالبلد كده نهبت فيها وناخد المسألة على عوينها كده وإحنا ما نعرفش الحقيقة فيها وإحنا كل احترامنا وتقدير الحقيقة المركز المعلومات يدعم تخلص القرار في المركز الإعلامي الحقيقة أين بدور عظيم يعني عن كل الوزارات أي حاجة في أي وزارة المركز الإعلامي في مجلس الوزارات بيقوم بدوره في هذا الأمر وعلى التوالي كده بينفي نفيا قاطعا وعن طريق وسائل في هذا الأمر فلهم كل الشكل والتقدير في هذا الإطار فاصل يا شباب فاصل طيب فاصل وارجع لحضران واحد من الغزماء في هذا البلد من القوى النعمة الجميلة في هذا البلد يعني أنا أتخيل كده إنه أي عمل من أعمال لأستاذ قسام أنور عكاشة يعرض لازم تنتبه في نجوم يعني فترة بيرة كده من الزمن وكان دايما النجم يبقى هو الممثل أو نجمة العمل أو نجم العمل كان دايما كده دايما النظرة تبقى على اللي بيقود العمل هو النجم هو العمل معروف باسمه لكن عند الأستاذ قسامة أنور عكاشة وطبعا قابليه ناس عظماء برضو بس عند عمه قسامة تقف كتير يعني أنا فاكر إحنا كنا في السنوية العمه لأ السنوية العمه كنت في في الجامعة وكنت في جامعة الزأزيق وكانت لالي الحلمية لسه بتعرض أول مرة وأتخيل أنه في وقت المسلسل ما كان بيرك التسل الجزء الأول وقت المسلسل ما كان بيعرض كنا نقف كتير قدام منظومة الكتابة الطرح اللي بيترحوا أستاذنا الكبير اللي عملاك والأستاذ عسام عانو الرقش حتى ما كنا بنتكلم على فضل مع الداوي بنتكلم على علاقتها بالسفير والأستاذ جميل راتب وبنتكلم على الديالوج والحوار اللي كانت اللي كان موجود في الراية البيضة وأدية هذا الرجل خلق النموذج الرائع ده في فكرة الحفاظ على القيمة والحفاظ على التراث والحفاظ على الحضارة من جز التعبير تراث مجرد جاب لك فيلا بتاعت الدكتور اللي هي فيلا بتاعت السفير اللي هي سيد جميل راتب وازاي فضل مع الدواء عايزة تشتريه عايزة تشتري الفيلا وازاي هي كل كل كلامها عن السبك وعن الجنباري وعن استكوزة وعن المتاع وعن العربيات وعن المتاع وسايب القيمة ده كان الحوار بتاع أسامان وراكش كان عجيب فيه كده شيء من تحس كده انه معجون بطراب هذا البلد وطين هذا البلد وارض هذا البلد صعب جدا ان انت تفصل الأساس أسامان وراكشة في هذا الإطار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتحطينا بقى في هذا النور كل تقريبا دلوقتي كل تقريبا يومين بيلاقي حاجة جديدة يومين بيلاقي حاجة جديدة في مجالات مختلفة يعني ما بتبقاش ملاحق على اللي بتعمله الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وده مش مسألة تفخيم بقدر ما هي ده رصد للواقع يعني ما جاء قول دلوقتي احنا بنتكلم على احياء التراث العربي عندنا قناة الوثائقية النهاردة اللي هو البارح يعني اللي هو يوم الاربع قالت انه فيه الجزء الاول خلي بال حضراتكم الجمال في الموضوع الجزء الاول يعني زي ما كان بيعمل مسلسلات جزء اول وجزء تاني وجزء تالت الجزء الاول من حياة الاستاذ اسامة انور عكاشة في شهر يوليو الحالي وبيتناول سيرة الاب الروحي للدراما المصرية وعميد الدراما العربية من الميلاد في مدينة طنطة ونشأته في كفر الشيخ مررا برحلاته في القاهرة وصورة لمشروعه الدراما الضخمة الممتد عبر اربعين سنة اربعين سنة خلي بقى حضركم ده الجزء الاول الجزء التاني اكيد ليه بعد تاني ولو فيه جزء تالت يبقى ليه بعد تاني وهكذا فانا بكل يعني ما تعني الكلمة شكرا للوثائقية القناة الوثائقية الشغل اللهايل جدا اللي بتعمل في هذا الاطار برعاية الشركة الشركة بتاعة خدمات اعلامية يعني شريف سعيد وزمنة احمد الدريني في المحتوى الجميل اللي بيقدم في هذا الاطار خلونا لما نيجي نتكلم ما عادش انت بتتكلم على قناة وقناة تانية وقناة تالتة وانت بتتكلم على منظومة دلوقتي داخل الشركة المتحدة الخدمات الاعلامية بتعملها بصيغة تجبرك انك انت لازم تنظر بإمعان الموضوع ده هيودينا الفين الوثائقية بكرة ان شاء الله هنكلم حضرتك على مشروع الثقافي اخر في دار الأبرة بيتعمل بشكل حضاري جدا بيقوده واحد من المطربين اللي اعلم يعني انا بعتبره انه هو واحد من افضل المطربين الموجود ده وانت وانت حد صالح هكلم حضرتك بكرة عليه ونشوف تفاصيله ايه ورايح جاي ورايح فيه مجاملين هكلم عن اعادة التراث الغنائي بشكل حضاري جدا يحط حضرتك فيه خلاص انت بتتكلم ما بقاش فيه انفصال فبيحط حضرتك على القيمة الغنائية للمصر القيمة الغنائية للمصريين القيمة الغنائية للمطربين القيمة الغنائية للمطربين هنا عندي نوعية زي بقول لحضرتكو كده عمنا اسامة انور وكذا زي بقيت حضرتكو نجم لما بيكتب لما بيكتب عمل فما بقاش النظرة لمين اللي هيقوم ببطولة العمل لانه يكفي ان العمل عليه التريد مارك الماركة المسجلة اسامة انور عكاش فده حاجة لازم ناخد بنا منها لازم نعيها تماما لانه من صناع من نجوم العمل هو اسامة انور عكاش زملتنا العزيزة الاستاذة نسرين عكاش بنت استاذنا العظيم الكبير الاستاذ اسامة انور عكاش برحب بيك يا استاذ ازاي حضرتك يا اهلا يا اهلا انا اللي بشكر حضرتك جدا جدا مساءك فل يا استاذ جايب لكل حضرتك يا مساء الفل كل سنة وانت طيبة وربنا اعود عليك الان بخير وعارف ان انت من يعني انت كتبة على الفيسبوك زملائي بيقولولي انت كتبة ان انت بنت اسامة انور عكاش يعني كلمة الفخر فاحنا طبعا كلنا اخواته وولاده لانه باباك الحقيقة هو مش بابا نسرين بس هو بابا الدراما المصرية زي ما المتحدة بتقول وزي ما الوسائقية بتقول انه هتناول سيرة الاب الروح للدراما المصرية الحاجات اللي زي دي انت بتشوفيها ازاي يا استاذ والله يا استاذ جابر يعني زي ما حدتك قلت اولا بس انا عايز اقول ان انتو الكل اولاده مش انا واخواتي بس الولاده وده اهم حاجة احنا حسناها في الفترة اللي فاتت فكرة ان احنا نوصل انه يتم توثيق حياة والدي بالاهتمام وبالصعب وبحاجات كثيرة انا شفتها من اول مبرأة الكلام على مصروع فيلم وطمعانه روكاشة فكرة انا كنت بتمناها وكنت معتقدة انها مش هتبقى بسهولة دي لاعتبارات مختلفة كثيرة لكن فجئت الحقيقة انه اهتمام المتحدة انها تعمل توثق هذه الحياة وهذا الفكر وحاجات كثيرة اوي ضمن تحت عنوان اسامة انا روكاشة اه بالمجهود اللي شفته اثناء تحضير الفيلم اه الشيء الحقيقة يطمن مش بس يدعوني انا لفخر انا وقل الاسرة لكن كمان اه ان انت تطمن انه لا احنا بنشوف القيم اللي عندنا اه بنطلعها وبننورها وبنقول الاجيال اللي ما شافتش لا شوفوا احنا عندنا احنا سؤال قوي احنا عندنا كتير قوي اه واحنا اللي عملنا كل ده فيعني دي مهمة شكة ان انت اتعرف الاجيال دي مش بس قسامة انا روكاشة كشخص لانو قسامة انا روكاشة كشخص بيمثل فكرة اه بيمثل ازاي بقى عندك قيمة مبنية صح او ازاي كان عندها انتماء لوطنها وخايفة على وطنها وازاي كان بيقدم لمنتج محترم حاجات كتيرة قيم مختلفة كتيرة كان بابا حريف عليها طول الوقت وكان نفسه انها تبدأ بتوصل لاجيال ففكرة ان انا اتكلم عن ده اوفق لحياة الراجل اللي كان بيحاول يعمل ده هو ايوه 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 بأكد على القيم دي انا سعيدة دي جدا واعتقد ان بابا لو حزن دي يعني انه هو ده اللي كان بيتمنيه ام مش لصخصه بس للفترة وللقيمة وكان بيتمنيه انه ده يفضل موجود كان بيبقى الان انه اهيال كتيرة ما تشوفش وما تعرف انت كنت قريبة جدا من بابا يعني يعني اقولك كان فيه حاجة وكان نفسه يكتبها والقدر ما لم يسعف نوعه يكتبها والله حاجات يا وساس جابر كان حاجات كتير يعني يعني لما كنت توعودك كده وكبايت شي كده في البلكونة مثلا ولا في مكان فسيح كده ويقولك والله يا بنتي كذا والود بقى اللي ما بين الاب وبنته بقى يعني كنت تتمني ان القدر يسعف ويكتب ايه او هو كان يتمني يكتب ايه هو نفسه كان دايما مهتم اوي كان بيبني كلام كتير في وقت مبسر او غير مبسر يعني اهتمامه بانه يستقر الاجيال اللي جاية حيبق حالها ايه هو كان نفسه يكتب حتى هو فاواخر اعمال واعتقد انه كان بيمهد لده المصروية وغيرها وحتى الحاجات اللي كتابها وما نحقش يكملها قبل وفاته كان هو بيحاول يبين هو ايه اللي حيمر على الاجيال اللي جاية والاجيال اللي كان دي هتعيش ايه وهتواجه ايه صلا هو كان عايز يتكلم عليهم لانه كان طول الوقت قلقان عليهم على اجيال جاية قلقان على اجيال جاية المصر يعني فكان ده من خلال اكتر من عمل حاول حتى انه هو يبدأ في اكتابة بعضهم بس كانش بيلحق مصر يكمل لكن كان معتمد بقى في الاواخر انه بيقول يعني انا برضو قدمت جزء في الاعمال اللي طوله عبر السنوات يبقى دليل وارشاد من بعد يعني ممكن هما يكملوا ده فالحمد لله يعني انا كل اللي همنا زي ما قلت الحديثك انه هو ده بيتحقق بشكل او باخر حتى لو هو مش موجود ومش قادر يحققه لكن بيقول من خلال رسائله اللي سيبها بصوا انتبهوا يعني شوفوا احنا عايشين كذا وقروا طارقنا اللي فات وحللوا منه الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي والحاضر واللي جاي هيحصل في ايه وانا شايفني دي فرصة مهمة جدا عشان اقول انه بابا كان حريصة على ده قوي لانه عارف ان التحديات اللي جاية بتريد طول الوقت جدا 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 واجيال جاية مختلفة جدا وكان شايف ده في احفاد وكمان يمكت اه كان بيشاور عليهم بيقول دول اللي انا خايف عليهم اه انه يواجهوا تحديات من برة ومن جوة اه اه هو عشان كده انا واقفة جدا عن فكرة ان احنا نبدأ نوثق لمعاني وفكر مهمة قوي اه يمكن لما الاجيال دي تتفرج على بيلم بابا ويمكن لما جد بقى تشوف اعماله اللي بتتعرض دلوقتي بتتعمق اكتر ووضوط نظر براكتجين اكتر ده لسه لسه يا نسرين الحاجات دي بتتشاف مرة واثنين وثلاثة وعشرة في مسلسلات والله لو تزعت لو بتتزع على طول ما بتزعش منها منها طبعا مسلسلات العظيم وسامة انوار وكاشة يعني مبتزعش منها يعني وتتشف كل يوم اني في حاجة جديدة اه والله يعني ايه كل مرة صحيح 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 فهو الامنية من الاجيال دي بقى يحصل معها كده تشوف وانا عايزة اشكر الكل حد من اول من فكر في اه اه انتاج فيلم وثائقي اه اللي اهتم واللي اشتغل واللي حضر واللي نسل كلهم لا استثناء على راسنا فقصة اسامة انوار وكاشة بنقول لهم الف شكر لتقدير القيمة والعلمكم اه والادراككم بشكل قوي جدا انه ده اللي محتاجين نبرزوا الفترة اللي جاية صحيح وده اللي بيقومنا صحيح صحيح انا بشكرك زميلتنا العزيزة نسرين وكاشة بنتك ابن الكبير اسامة انوار وكاشة اه بقى الحقيقة زي ما قلت حضراتكم انه فكرة البطل البطل ما بقاش هو اللي بيمثل او هو الممثل او هو اللي بيقود العمل لا بقى فكرة البطل نهاردة عندنا فيه مخرجين اظام لما تسمع اسم المخرج ده بيعمل هذا العمل تعرف انه اعمل تقيل لما تعرف انه هذا الكاتب بيكتب هذا العمل بتعرف انه صحيح والموضوع ما بقاش كتير زي الاول يعني اما انت بتسمع مثلا اي فيلم من الافلام القديمة هتشوفوا اكتر من يعني الناس مثلا اما تيجي تشوف مسلسل مثلا انا عيش في جلباب قبل مثلا اما تيجي تشوف عظمة هذا المسلسل كتابة من من بداية القصة الاستاذ احسان عمد القدوس وا الاستاذ محرم قصة سنالي وحوار وبعدين في الاخراج وبعدين تيجي تلاقي كمية النهاردة السوشال ميديا نفسها بيبقى ترند باللغة السوشال ميديا بيبقى ترند لما ييجي الفرح بتاع بنت لما كانت متجاوزة ياسر ياسر جلال الفرح بتاع بتاع بنت الاستاذ نور الشريف وابنت الاستاذ عبلة كامل ويابة تتجاوز ابن ابن السفير رشوان توفيق اللي هو ياسر جلال وعملين الفرح في السطوح لانه هو صاحب العمارة فعملين فرح ففكرة الكياس وتعب الاكل في تتعرف ايه والاستاذ السوهير البروني لما كانت اه لانعيش بيبقى والست والست السوهير البروني لما كانت بتعمل كده وتلبس الدهب لحد اللي مش عارف ايه والبتاع والكلاب فانا بكلمك على الحقيقة بعد عظيم جدا اه او في الشقة كان عظيم جدا في هذا الاطار انا بتكلم على انه المشهد ده لو تعاد مرة واثنين وثلاثة وعشرة حتى سأل الاستاذ محمد رياض انت المسلسل اللي عمل لك نقلة نوعية قال لان اعيش في جلباب او فاللي انا قصده في الاول والاخر ان النجم ما بقاش هو الممثل لا فيه نجوب كتير جدا موجودين في هذا الاطار يعني القوى النعمة المصرية متعددة ومتنوعة وكبيرة وعصية على اي حد انه ممكن يزح من الطريق او يزح من المقدمة لا القوى نعمة محتاجة دور مهم جدا زي اللي بتفزله شركة المتحدة للخدمات الاعلامية اللي بوجه لها الشكر تاني على مسعها الجيد والجاد في المحافظة على احياء التراث العربي لانه الراجل ده سمعان ورع وغيره من الحقيقة القلائل المؤثرين جدا في الدراما المصرية كاسم وانا برضو بتكلم في العملية الفنية تعالوا 13 يوليو في ترقب لانطلاق مهرجان العالمين وقلت لحضراتكم قبل كده انه العالمين هتلاقوا في نهاية هذا البرومو هتلاقوا العالمين عالمين مهرجان العالمين العالم عالمين فحلو او الختام بتاع البرومو ده او الشعار ده مهرجان العالمين العالم عالمين حلو او الاسلوجان ده فكرة انك انت تتعامل مع هذا الامر بكل ترحب فكرة برضو كمان انك انت تفكر بقى تستغل سياحيا بقى وهو ده برضو شيء من الناس اللي شغالوا وعملوا تفكر انه الامر ما يعديش كده مش مجرد اننا مكان سياحي هيجي الناس تقضي او تقضي كم يوم سياحة وبعدين تسافر او تقضي كم يوم في الفنادي وبعدين تسافر لا انا ابدلها فكرة 13 يوليو ل 26 اغسط خلي بال حضراتكم المسافة دي حوالي شهر و13 يوم 11 نشاط ما بين الرياضي والطرفيه والفني مدينة العالمين استعدت جدا لحجز موقع متميز على خريطة السياحة العالمية بسبب الفعاليات البوجودة دي الدورة الاولى من كارنفال العالمين بترقاسها الفنانة يسرى وهتم عقد الدورة بشكل سنوي ان شاء الله وتضيف المدينة عرض ازياء 11 مصمم ازياء عالمي بجانب بطولة لكرة القدم الشاطئية وعروض طائرات RC وبطولة للتجديف وسباق سيارات وجيت سكي وبوكب الفراعنة ومشاركة 100 سيارة فراحة بشارع مدينة العالمين انا باتخير ان اعنا بنشوف شكل مختلف جدا من الترويج ومن اعطاء برضو صورة معبرة جدا للتاريخ والحضارة بتاعة مصر في هذا الاطار من خلال ما يقدم بشكل حضاري جدا وبشكل عصري جدا يتناسب او يتناغم ما بين الحضارة حضارة بلدنا وما بين اللي موجود دلوقتي في ارض الواقع فكرة التناغم دي هتبقى مهمة جدا يعني ربنا يعين الفنانة يسرى وفريق العمل وان شاء الله بإذن الله يبقى مهرجان كويس جدا ازا بقول لحضاراتكم كده المهرجان يبقى من 13 يوليو ل 26 اغسطس فان شاء الله بإذن الله بالتوفيق البنك الاهل المصري يصدر طابع بريد احتفالا بمرور 125 عام على تأسيسه والبنك الاهلي اصدر طابع بريد وعملة تسكرية وبنسبة الاحتفال بمرور 125 عام على تأسيس بموجب امر عالي من الخديو عباس حلم التاني سنة 1898 كشركة مساهمة مصرية برأس مال قدر مليون جنيس ترليني جاء تصميم طابع البريد والعملة تسكرية تماشيا مع الهوية المؤسسية للبنك حاملا اسم وشعار البنك لتخليط ذكرى تأسيسه للاجيال القادمة جامع كاشر رئيس مجلس صدرات البنك قال ان مرور 125 عام على تأسيس البنك الاهلي يؤكد ارتباط تاريخ البنك وحكايته بتاريخ مصر الحديث والمعاصر وكان اول بنك ازر بنكنود في مصر وتولى القيام بوظائف البنك المركزي حتى عام 1960 افتتح البنك اول فروع بالقيرة في 3 سبتمبر 1898 ليتولى افتتحت شبكة فروع لتشمل جميع انحاء الجمهورية سازع كاشر اشار الى مسامة البنك الاهلي المصري عبر تاريخه في نهضة وافراء الاحوال الاقتصادية والنقلية لما له من دور بارس في دعم جهود الاصلاح الاقتصادي ودوره المجتمعي على مستوى الثقافي والرياضي والاجتماعي بنوجه كل الاحترام والتقدير طبعا للبنك الاهلي واحد من اهم البنك في مصر والعالم بنك ليه تاريخ عريق جدا 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 من العمل فكل الاحترام والتقدير والسازو الشام عكاشا ورئيس مجلس دارك البنك وكل العاملين في بنك الاهلي لهم من كل التقدير فاصل بقى وادي شغلنا بقى الجميل في الأسبوع اللي فات كيف تناولت الصحافة المصرية الزكرة العشرة لتلاتين يونيو ممكن حضراتكم برضي يعد عليكم هزا الامر كده لكن احنا عندنا مهمة راسخة انه الشغل الصحفي لازم حضراتكم برضي يكون عندكم فكرة بيه الزملاء اللي بيكتبوا في الصحافة ومصممين يكتبوا في الصحافة ومصممين يعملوا في الصحافة لهم مننا كل التقدير والحضرات اذا الصحافة المكتوبة لها دور في هذا الامر اقول لحضراتكم كيف تناولت الصحافة تلاتين يونيو بعد عشر سنوات من هذا الحلس الامر احنا بقى ايه بالراحة بتكلم معها قبل الهوى فقال لي انا حاس ان انا يعني الحقيقة مكبل بكل الخبرات عشان ابرز لحضراتكم هذا الامر على الشاشة فاحنا سايبين الحقيقة زي منا محمد سابقا بيقول لي دلوقت انه يعني ايه عاملين استفتاء كده هم ما قاعدين فالمينياوي خد مركز بتقدم يعني فخد المركز القوم في منطقة حلوان والمعصر مينياوي ده حبيبنا والله خلينا شوف تلاتين يونيو في الاهرام المسائي الاهرام المسائي قد قدامنا بتاعة ده التناول اهوت في الاهرام المسائي و بتتكلم في 27 صفحة يعني انا ممكن ااخد ده واروح بالبيت في 57 صفحة يعني ااخد ده اروح بالبيت وحطه كارشيف واخدين بال حضراتكم في هذا الامر كل المحافظات اشتغلت في هذا التقرير يعني هي بدأت بزمنة احمد ياسين ان السيسي 30 يونيو عنوان لعدد تأكيد وعدة الوطن تحت هوياته المصرية وجايبين طبعا كلمة الرئيس في هذا الاطار حتقالجوا كده تلاقوا زمنة العزيز ماجد مونير رئيس تحرير الاهرام المسائي كاتب حكاية 30 يونيو على فكرة اللي كاتبه ماجد مونير حتلاقوا رؤساء التحرير كاتبين هذا المضمون ممكن بشكل مختلف لكن كله لازم يتفق او الاغلبية تتفق على انه 30 يونيو حكاية وحكاية تصاغ بحروف وتصاغ بمعاني وتصاغ بفكرة عشان تطرح قدام حضراتكم في هذا الاطار طبعا انتم ممكن حضراتكم تطلعوا على بسهل هذه الامور على سوشال ميديا ده امر وارد واجب في هذا الاطار لكن انا متكلم على حكاية 30 يونيو كل رئيس تحرير زي الأستاذ مجد مونير كده رئيس تحرير الاهرام المساي هتلاقي الموضوع مكتوب بشكل مختلف تماما طاقة 30 يونيو عصر النور ايه طاقة 30 يونيو دي تكلم بقى على الكهرباء ايه اللي حصل في ملف الكهرباء زي مننا العزيز صلاح زلط وهو من الكوادر المهمة جدا في تغطية قطاع الكهرباء على مدى واسع جدا او على مدى سنوات كتيرة جدا في مؤسسة الاهرام هو بيتولى هذا الامر وكاتب 9 سنوات تضع مصر على الخريطة العالمية للكهرباء دعم الرئيس ورقة جلوبة مصر الرئيدة انا مش بعرم اللي بيكتبوا زملائنا بقدر ما انا بطرحوا على حضراتكم زي مننا برضو عادل عباس بيتكلم على السكة الحديد تعمل بقى حنصر المواصبات كل ده مع تفاصيل يعني كل ده مع تفاصيل المواني برضو عادل عباس بيتكلم فيها الحياة الكريمة اللي كنت بكلم حضراتكم فيها في بداية الحلقة الحياة الكريمة هدية رئاسية للشعب في هذا الإطار احنا بنتكلم على 30 يونيو مركب النجاح 30 يونيو زي الأهرام المسائمة بتقول مركب النجاح الحياة الكريمة برضو زي مننا احمد ياسين عامل عليها نوها رأفط العمال عبطال ملحمة البناء في مصر 30 يونيو وانتصارات بالجملة زي ما بتقول نهر أفط ولها برضو وباع في تقديد مثل هذه الملفات محمود حمد زي مننا العزيز القاهرة على خطة تطوير بتوقيع 30 يونيو محاصرة العشوائيات وبدأ تأهيل مناطق غير مخططة محمد ربع غزالة عن تطوير نظام العلاج المجاني أهم مكتسبات الثورة يعني كل دي حاجات ملفات مهمة جدا زي مننا المنياوي الحقيقة بيذاكر جبنا له الملفات دي كلها وحطناها قدامه وهو ذاكر مذاكرة الحقيقة مهمة جدا ساحف نوافي كاتب عن البرنامج الكومل تطوره تلميط في القرية المصرية أحمد المهدي كاتب عن السياحة سيد مصطفى التوسع في التعليم الجامعي وسلم عبدالغني أستاذنا العزيز كاتب عن استثمارات تجارية ضخمة في التموين كل دول زملاء الحقيقة يعني مبسوط جدا ناهد خيري وسلم عبدالغني ومحمد ربيع غزالة ونوها رأفة كل الزملاء دول ومحمود الحمد كل الزملاء دول الحقيقة يعني ياسين غلاب الحقيقة أنا زملتهم وكلهم على عيني وعلى راسي وبيعملوا شغلهم بأكمل وجه صافي خالد تتشين قلعة صناعية وأسوان من السيد عز الدين عبدالعزيز كاتب عن السد العالي وبنياني جديد وتشكة تعود للحياة أسوان عز الدين عبدالعزيز وده الشكل الجديد اللي أنا بقول لحضراتكم عليه إذن أنا ما بتكلمش على القاهرة بس أنا بتكلم عن حكة الإسكندرية زماني محمد عبدالغني مشاريع عملك على عرض الإسكندرية وهذا الأمر وشمال سينة الدكتور أحمد سليم دكتور أحمد سليم من زمان وهو مراسل حقيقة الأهرام في شمال سينة بيتكلم عن تلمية عن تلمية شامنة لمدينة العريش وتطور الشوارع والميدين والآخر والأرض المباركة تتنفس أملا إنقاذ سينة من أصحاب الريات السوداء وعصر الزلام وهني الأصبر الكاتب عن التأمين الصحي الشامل على الطريق الصحيح وحمد السعيد ووائل سمير من أسيوط كرة أسيوط تودع سنوات التأميش والحرمان والشرقية الدكتورة مونة طعيمة والأستاذ محمد مروان والأستاذ سامي كاتبين وما زال العطاء مستمرة الداخلية عينة وطن السهرة في مواجهة قطعان الإرهاب الشاردة والشرقية مونة طعيمة كاتب عن بداية التأمية والاستقرار بالشرقية كل دول أنا مبسوط إن أنا بحاول بقدر الإمكان إنه يعني قدي زملائي في المهنة حقهم لإنه الحقيقة البرامج بقت قليلة قوي في تناور الصحافة كصحافة يعني أنا ممكن أخد خبر وأشتغل عليه لكن إنك أنت تاخد جهد الزملاء وتتكلم عليه وهم يستحقوا كثيرا في هذا الإطار فلهم منا كل التقدير والإحترام السيد ماجد مونير لك منا كل التقدير والإحترام وكتيبة الأهرام المسائي في هذا الأمر تعالوا نشوف صحيفة الوطن الدكتور محمود مسلم والزملاء في صحيفة الوطن لهم منا أيضا كل التقدير والإحترام والحقيقة هم من أول الإسبوع إمام أحمد رئيس القسم السياسي في الوطن وإمام أحمد الحقيقة من أوائل الجرائد أو أوائل المؤسسات المؤسسة الوطن بعتبرها إنه كتبت في هذا الأمر التنظيم أو إرهاب ضد الدولة قادوا حربا شرسة رد أقسام الشرطة والكمائن ومدريات الأمن لكسر المنظومة الأمنية طبعا الوطن بتبدأ بالشكل ده بقالها فترة بقالها تقريبا من أول يونيو وهم كل يوم أو كله حلوة قوي الإخراج في المسائل دي الدكتور أحمد محمود يا دكتور ربنا يكرمك يا دكتور ربنا يكرمك نركز فيه اللي رسمه أحمد محمود لأنه أحمد محمود زي ما كنت كنت بتكلم على الأستاذ والصمان وراكاش كده طبعا مع الفارق يعني بس أحمد محمود من نجوم الصحافة اللي لما تعرف أنه هو المدير الفني للجورنال فتعرف أنه في حاجة كويسة بتتعمل يعني ما اشتغلش بمكان إلا منوره أحمد محمود دكتور أحمد محمود من المخرجين الصحفيين المتميزين في هذا الإطار فله ومننا جميعا كل التقدير والاحترام عدد وثائق مهم جدا عن التنظيم يا نحكمكم يا نقتلكم وعرض وثائق خاصة زي ماقول لحضراتكم زميلنا إمام عامل شغل فيه كويس قوي وكل الجملاء عاملين فيه شغل كويس قوي يعني الحقيقة خليني كنت يعني زميلة شايماء البرديني كانت بتكلمني الأسبوع اللي فات بتقول لي احنا هنبدأ بقى نعمل يعني كان الكلام بياخد مجرافة بتقول لي احنا هنبدأ بقى نعمل حلقات توثيقية كل يوم حلقة توثيقية عن لمدة 30 يوم هنعمل ملفات متخصصة على الفكرة المتصحة جدا جدا بيبقى فيه تكليفات وبيبقى فيه اجتماعات وبيبقى فيه حركة دايرة جوه الجرنان سواء الوطن سواء اليوم السابع سواء الأخبار سواء الدستور سواء الشروق سواء سواء الأهرام سواء الجمهورية هتلاقوا كل ده موجود فأنا بشكر زملائي في الوطن بشكرهم شكر جزيل وبتمنى على أي زميل في أي جرنان زي ما كنا بنعمل قبل كده لما حضرتك ممكن يفوتني أو يفوتنا احنا متابعة شيء ما حدك بعت لنا احنا شرف لنا ان احنا نتناول مثل هذه الأمور لانه احنا مش مطلعين على كل ما ينشر في الصحف لكن لو فيه حاجة كويسة منشورة ارجو لزملائنا يتحدثوا إلينا أو يرسلوا إلينا هذا الأمر واحنا في ظل المتاح لنا حنتناولوا بكل احترام وتقدير فالوطن بتتكلم عن ينحكمكم ينقتلكم ونوثق بالصور الوطن تقول جرائم الإخوان ضد المصريين إرهاب ضد الدولة قادوا حربا شرسة ضد أقسام الشرطة والكمائن ومدريات الأمن لكسر المنظومة الأمنية وإرهاب ضد الناس برضو أشهر السيوف والمولتوف والقنابل ورصاص في واجه الشعب نحمل الضمار لمصر وتعطيل حركة الحياة وخططه لتنفيذ سيناريو شل القاهرة القبرى من خلال قطع الطرق وإغلاق الميادين واستهداف القوى الناعمة أشعروا الجامعات ودمروا المتاحب وهيئات السلقافة وحاولوا إسكات صوت الإعلام والصحافة اعتداء على بيوت الله أحرقوا الكنائس والأديرة واعتدوا على الأقباط لتعجيج الفتنة شهيد بيسلم شهيد شهيد شهداء مصر وقدمون حياتهم ثمنا لاستقرار البلاد والمصرويين ويدعونهم باعتزاز وإجلال لن ننساكم وانتصرت إرادة مصر الباني التاريخي في ثلاثة يوم لا إخوانا بعد اليوم هكذا تقول صحيفة الوطن كل الشكل والتقدير لدكتور محمود مسلم وكل الزملاء في صحيفة الوطن صحيفة الأخبار شكرا يا منياوي منياوي عامل شغل هو أتجد لا لا منياوي منياوي عامل شغل كويس نعم ها لا منياوي يستحق يا سامي أنه يأخذ أعنوني يعيش قلتي لي يا سامي أنه ياخد في المعصرة واستفتاء استفتاء شكرا يا من يوم انتصرنا وهنكمل الجسر الطريق الى 30 يونيو زي منا العزيز الاستاذ خالد ميري رئيس تحرير الاخبار كاتب في هذا الامر برضو وكل الزملاء في صحيفة الاخبار كاتبين عن هذا الحدث العظيم الاستاذ حسام عبد العليم والاستاذ ابراهيم مصطفى مشرفان على هذا الملف اللي معمول فيه 30 يونيو ثورة الهوية المثقفون 30 يونيو اختبار جد لإرادة المصريين وخوفهم على وطنهم اه قلت الاستاذ ابراهيم مصطفى والاستاذ حسام عبد العليم هم المشرفين على ملف لهم من كل التقدير والإحترام لن ننسى عام الرمالة 365 يوم من الخوف والعنف وطوابير البنزين والقبض عشاء المصريون في امارة الجامعة زملاء دكتور اسامة السعيد بيتكلم في هذا الامر ماركو عادل ومصطفى عادي وعلى حجاب ومخلص عبد الحي عامدين برضو ملف مهم أو زرعنا وبنحصد من العشوائية إلى العالمية والعاصمة الإداراته زين الصحراء والعشوائيات ملهاش مكان زملاءنا برضو بيتكلمه في هذا الامر القطاع الجنوب وتطويره الإرادات تقترب من العشرة مليار دولار وجهور التطوير المستمرة في قناة السويس قاطرة التنمية في مصر الفريق اسامة ربيع بيوجد جدارة الإنجاز في قناة السويس بيتكلم في أزهل أمر وزملاءنا برضو بنتكلمين عن قوات المسلحة قاطرة التنمية في الجمهورية الجديدة وملحمة التطوير وتطهير على أرض الفيروز و30 يونيو زي ما بيقول الفنان محمد صبح 30 يونيو أنكزة مصر وصححت مصار 25 يناير والثورة أعارت الدولة من خاطفيها وحروب الفكر أخطر من السلاح وجمال العدل منتج الدراما الوطني في حوار بيقول الإعلام الخاص نجح فيه فرمالة قنوات الإخوان بيتكلم في هذا الأمر أيضا وشباب التنسيقية يكتبون عن سنوات الثورة الحلم والإنجاز محمد السباعي وغادا علي وخالد بدوي وبيكتبوا عد أعضاء في التنسيقية شباب الأحزاب بيكتبوا عن ثورة 30 يونيو هكذا تكون صحيفة الأخبار عندنا أيضا في التناول في هذا الأمر عندنا بعض الصحف الأخرى اليوم السابع بتتكلم عن برضو 30 يونيو وذلك ما حضرتكم كده شايفين ثورة 30 يونيو كما تقول اليوم السابع بتتكلم من الإنقاذ إلى البناء والحوار ورسم خارطة المستقبل إعلام مصر خالية من الإرهاب وفيروسي والعشوائيات الحوار الوطني بدعوة الرئيس يستوعب الجميع ويسم في تنمية سياسة تحقق حيوية المجتمع زمننا العزيز والأستاذ أكرم الأصاص وزملائنا الأعزاء في صحيفة اليوم السابع أستاذ يوسف عيوب يكتب علاقات دولية متوازنة ومتنوعة في اليوم السابع والأستاذ زندرول هواري مصر تقتحم اقتصاد الممرات الاستراتيجية الآمنة للحصول على جزء من كعكة المليارات أستاذ أكرم الأصاص رئيس التحرير عشر سنوات على 30 يونيو من الإنقاذ إلى البناء والحوار ورسم خطوط المستقبل الأستاذ حازم حسن بيتكلم عن 30 يونيو ثورة العقاب على 85 سنة من الإرهاب وزملاء بيتكلموا عن محافظات الجمهورية الجريدة شكل تاني الحقيقة كل المكتوب في الصحف والأعراض التوثيقية يعني الحقيقة محل التقدير والاحترام ومجهود كبير جدا منجز في هذا الأمر لهم من كل التقدير والاحترام تعالوا شوف المجلات متناولة 30 يونيو إزاي عندي مجلة عندي طبعا صحيفة الدستور تحالف 30 يونيو يتحدث كيف انتصرنا ده صحيفة الدستور وحلوة الصورة يعني فيها شيء كده من البهجة عن يوم 30 يونيو من 10 سنين وماجد حبطة بيكتب شفر 30 يونيو وزملاء كثر بيتكلموا في صحيفة الدستور جوا لهم مننا كل التقدير والاحترام يسكت يسكت حكم المرشد أسرار أيام الثورة من مهلة الأسبوع حتى بيان النصر وأحمد عبد العزيز ورباب الهواني ومحمد هيكل الحقيقة عاملين شغل كويس جدا في هذا الإطار وفي انفجراف كده يعني ما معنى انفجراف أو يتكلموا عن 300 الأستاذة أميرة ممدوح 350 مليار جنيه لتنفيذ 23 ألف مشروع ضمن حياة كريمة فيه إخراق كويس في هذا الأمر التحية كريمة في صحيفة الدستور وزملائنا أيضا بيتكلموا عن الرئيس وبيقول أجدد العهد معكم على الإخلاص والعمل لمصر وأن نهتدي دائما بالهوية والمصلحة الوطنية كل دور الحقيقة شغل الشاغل في هذا الأمر والمجلات بقى بنتكلم عن الأهرام أو نتكلم نبدأ بالمصور المصور معنا برضو في 30 يونيو مصر صناعة المعجزات 40 كاتبا ومفكرا ومؤرخا يتحدثون أيام الثورة وصنوات البناء والحقيقة زمننا الأستاذ أحمد أيوب وكل الزملاء في صحيفة في مجالة المصور رئيس بحجم الثورة الأستاذ أحمد أيوب يتكلم في هذا الإطار واللي هو محمد إبراهيم كاتب عن 10 سنوات من دعم الأمن القومي المصري والمفكر والمحامي مختار نوح مصر وردت من جديد وحوار أجرام محمود أيوب والأستاذ إبراهيم بيشير مصور الجيش كلمة السر في 30 يونيو والسيس اختيار ربنا لمصر 10 سنوات على 30 من يونيو من يسكر تلك الأيام والأستاذ يوسف القعيد كاتبنا الكبير كم تغيرت مصر بين الأمس البعيد واليوم الحاضر المجيد ودكتور طريق فهم أستاذ العلوم السياسية كيف أصبحت مصر في قلب خريطة الأقليم والعالم وأحمد أيوب كاتب تاني وكل الزملاء طبعا كاتبين أستاذ جميل عافيه في زمان العزيز في الأهرام مدير تحريك جريدة الأهرام كاتب برضو فيها الحقيقة ده كل ما يعني أو بعض ما جاء في مجلة المصور تعال نروح لمجلة أخرى برضو كتبت عن 30 يونيو الأهرام العربي 30 يونيو عنوان الشخصية المصرية والحقيقة التفصيل جوه في 30 يونيو زي ما بيكتب جمال الكيشكي عنوان الشخصية المصرية بيتكلم عن جاءوا من الخنادق فلم يتآلف معهم الشعب المصري انتقلوا إلى العمل في النور لكنهم احتفظوا بألعاب الظلام ففشلوا في التعامل مع الشعب المصري واتخذوه خاص مال لهم وبيتكلم أن هذه الثورة ثورة 30 يونيو من وجهة نظر جمال الكيشكي جسرت الشخصية المصرية وعبرت عنها وباتت عنوانا اللي هويتها زي الشخصية التي قلت المستحيل وبعض الصور الخاصة لسيادة الرئيس مع مجموعة كبيرة جدا من زعماء العالم في 30 يونيو نحتفل وفي 30 يونيو نسرد الواقع وفي 30 يونيو نسرد الوثائق ونتكلم عن فلسفة 30 يونيو استاذنا العظيم استاذ أحمد الجمال كاتب وفكر مصري كاتب عن استيلاء جماعة ذات مرجعية دينية متطرفة تحتقر الوطن وتعتبر حفن الطراب وسقوط للدولة كما تقول مجلة الأهرام العربي استاذ أحمد إسماعيل حتى لا ننسى الثورة في عيون الصحافة الملايين تهتف تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر وكوليس الساعات الأخيرة في الحكم المرسي والملايين تهتف حقيقة كل دول زملائنا في مجلة الأهرام العربي لهم منا كل التقدير والإحترام بردو كاتبين زيبون لحضراتكم استاذ أسامة دليل كيف تغير وجه العالم عقد على أعظم ثورات القرن الواحد والعشرين سمى دليل من الكتاب المتميزين جدا في عزتها استاذ العزب الطيب الطاهر بيتكلم عن فلسطين استاذ نورة فايد بتتكلم عن الاستراتيجية المصرية في مكافحة الإرهاب استاذتنا استاذ سوزي الجنيدي كاتب عن الدبلوماسية تقود السياسة الخارجية بنجاح نصف الدنيا وزملتنا استاذ مروى التوجي والزملائي الأعزاء كاتبين عن ثورة إنقاذ الوطن والعبور إلى الجمهورية الجديدة ومرة توجي كاتب مقال مهم في هذا الإطار بتتكلم عليه الحقيقة كنا جلسنا ثلاثتنا إلى مئر بالمطعم العتيق الذي نلجأ إليه هربا من دقوط الحياة يوم من كل شهر وبتتكلم الحقيقة على 30 يونيو وطعية 30 يونيو وإزاي أثرت في أجيال مختلفة ثورة 30 يونيو حوار مع وزير التعليم العالي دكتور أيمن دكتور محمد أيمن عشور قال جماعات مصر رفعت شعار الإتاحة أولا لدول همم والحقيقة الملف في جوه حقيقة بتتكلم دكتور أشرف صبح عاملين حوار مع تقريبا جزء كبير جدا من الوزراء وستاذ وائل الملاح عامل حوار في هذا الأمر مع وزير الشباب والرياضة وزي بقولت لحضراتكم كنا بتتكلم عن ثورة إنقاذ وطر والعبور نحو الجمهورية الجليدة في هذا الأمر ووفاء فراج الدكتور ياسمين فؤاد وزير تلبيئة بتتكلم عن نسيادة الرئيس برضو والثورة وستشار رئيس الشؤون الصحير الأستاذ عزيزة فؤاد الدكتور محمد عوض تاج الدين مبادرات صحيرة أسياة كلفة تلولة مئة مليار بنية والحقيقة كل الأستاذة زينة بالباسك عامل حوار مع فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ والثورة حققت دي مقارتيات الليكو معركة الشعب المصري وكل ده في هذا الإطار وتلاتين وينو ثورة انتظرت للمرأة المصرية الدكتورة مايا مورسي وكل الزملاء في هذا الإطار أستاذ زينة بالباس أيضا بتتكلم مع محمد السباعي وكلاجنة الصراع بنجلس الشيوخ أستاذ مروة التجبري وكل الاحترام ما تجرب لا يا منياوي ده اللي زعوة التلفزيون أستاذ خالد حنفي يزعل لا أستاذ خالد حنفي واحدة من المجلات المهمة جدا وأستاذ خالد حنفي وزملائي له من أكل التقدير والاحترام برضو عاملين ثورة تلاتين يونيو إرادة شعب ومستقبل وطن الحوار الوطن وطريقة الجمهورية الجديدة ولماذا نحتفل بتلاتين يونيو وكلام كتير في هذا الإطار باب الحرية تلاتين يونيو ثورة الدفاع عن الشخصية المصرية كاتب خالد حنفي في هذا الأمر حقوقيون بيقولوا كفرة في حقوق الإنسان اقتصادية مجتمعين وأستاذ صبري عبد الحفيز الحقيقة جزء كبير جدا من الأستاذ السيد المليجي جزء كبير جدا في هذا الأمر كاتبين عن تلاتين يونيو في الإزاع والتلفزيون وبرضو عن قناة السويس وعن الأستاذ عبد المؤمن قدر رضح جازي يعمل حوار مع الحوار مع وزير التعليم التربية والتعليم في هذا الأمر كل التقدير والاحترام للإزاع والتلفزيون روزا اليوسف وكل الذملاء في الصحافة المصرية إحنا لها دا حبيبنا من يهو تعب معنا تعب معنا أتمنى لحضراتكم كل الخير زي ما أنا لحضراتكم كده موعدنا الجديدة إن شاء الله يوم الأربعة والخميس والجمعة الساعة 11 بالليل إن شاء الله النهاردة يوم الأربعة يعني يوم الخميس نشوفكم الساعة 11 مساء لكم منها كل التقدير والاحترام تصبح على حي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر